اشتركوا في القناة جوا نادية النادي الأهلي أهلاوي أنا والفخر لي بكرين حضراتكم حلقة يوم الاتنين اللي فات اتكلمت مع حضراتكم عن قصة حصلت في فرنسا تخص أسطورة فرنسا زين الدين زيدان أولا خليني أبدأ مع حضراتكم ونشوف بيديو جراف صغير كده ونشوف القصة دي وصلت لإيه وأنا عايز أقول إيه لأننا تعليقي الحقيقة هيكون عندي فيه كلام مهم جدا 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 وأكتر حاجة صعبان علي هي كرة القدم المصرية خلينا بس نشوف توابع أزمة رئيس اتحاد كرة القدم في فرنسا وزيدان ونرجع نكمل مع حضراتكم اشتركوا في القناة 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 على زيدان في التليفون وشوفوه نادي أو شوفوه منتخب الدنيا تقلبت لغاية لما تمت إقالة أو تمت تنحية رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مشهد أقل ما يوصف بأنه مشهد محترم للغاية ده أقل حاجة قدر أقولها إن هو مشهد محترم جدا 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 يعني إيه أسطورة؟ يعني إيه رمز؟ إذا كنت عايز تعرف يعني إيه أسطورة ويعني إيه رمز؟ اتفرج على ما حدث خلال الأربعة يام بس أسطورة أو رمز في فرنسا تخيل حضرتك الأزمة بدأت يوم الاتنين النهاردة الأربع يوم الحد أنا آسف النهاردة الأربع الأزمة انتهت في أربع تيام إحنا بقلنا أربع سنين الرجل بيطلع يشتم في واحد يعني بيشتم في الناس واحد واحد أربع سنين يمكن معرفش معرفش كم سنة ولكن من يوم الحد حد واتنين وثلاث والأربع أربع تيام انتهت الأزمة وتم تنحية رئيس الاتحاد الفرنسي اللي وصل نهائي كاس العالم مرتين واخد نهائي كاس العالم أخد كاس العالم 2018 ووصل لنهائي 22 كل ده مش فارق الرجل مشتمش ما قال لش أدبه وكل اللي عمل أنه تكلم بعدم احترام القرار كان واضح وصريع وسريع وفي النهاية زيدان لم يعلق انتهت الأزمة وزيدان لم يعلق عايز أقول لحضراتكم أن بسبب مدخلة أو الأزمة بدأت بسبب مدخلة تليفونية من رئيس الاتحاد الفرنسي اتكلم فيها بعدم احترام عن زيدان الأسطورة اللي بيعتبر واجهة الفرنسا والكرة الفرنسية ما كانش فيها تجاوز ما كانش فيها تطاول مجرد عدم احترام لواحد من أساطير كرة القدم الفرنسية والعالمية بس حد خد باله من صمت الكبر زيدان لم يصدر أي تعليق ما تكلمش ما صرحش ما طلعش يتخانق ما طلعش يتخانق وما طلعش يتكلم عن الرجل اللي بيتكلم عليه زي ما حضراتكم بتشوفه لكن كان فيه رد فعل طبيعي من الاتحاد الكرة القدم الفرنسي وكمان كان فيه تحمل للمسئولية الأخلاقية عند الرجل اللي غلت وانتهت الحكاية انتهى الموضوع لا يحتاج الموضوع لتعليق أكثر من اللي أنا قلته اطلع ايشتم محمود الخطيب واطلع ايشتم حسن شحاتة واطلع ايشتم فلان واطلع ايشتم علان عندنا أساطير ورموز كبيرة جدا ستظل هذه الرموز والأساطير رموز وأساطير في عيننا مهما حصل على فكرة أهلوية وغير أهلوية اسمهم القوة الناعمة المصرية هو لما كابتن محمود الخطيب ده بيروح يتكرم في أي حتة في مصر في أي حتة بره مصر كابتن حسن شحاتة ده لما يروح يتكرم في أي حتة بره مصر ده وجه المصر أنا متأكد انه هيجي يوم ونشتم برضو محمد صلاح ما هو أسطورة ورمز لكل الشباب اللي شاف واللي بيتفرج على ما يفعله محمد صلاح أتمنى إحنا ألقينا الضوء على هذا الأمر يوم الحد اللي فات هنا في البيت الكبير مع حضراتكم ويمكن ناس كتيرة جدا سألتني قالتلي يعني إيه علاقة فرنسا عرفتوا أن هناك علاقة الأدب والأخلاق والاحترام لا يفرق بين بين بلد في أوروبا وبلد في أفريقيا هي موضوع له علاقة بالإنسانية والاحترام ليس له علاقة بالجنسية إطلاقا الحقيقة بعد اللي شفتوا النهاردة وبعد ثلاث ايام أو أربعة ايام حد اثنين ثلاث أربع فأربعة ايام انتهى الأمر وانتهت القصة أتمنى أن ينظر الجميع لفرنسا ويرى ماذا يحدث عندما يتكلم رئيس الاتحاد الفرنسي أو عندما تكلم رئيس الاتحاد الفرنسي بعدم احترام عن أسطورة من أساطير فرنسا عندنا أساطير كتيرة جدا بتهان يوميا يوميا وللأسف الشديد لا أحد يتحرك طيب الموضوع التاني اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم لأنه موضوع برضو يعني مهم جدا جدا وهي خلينا نعمل بمقارنة ما بين اللي بيحصل في فرنسا وبيحصل في مصر في فرنسا في مسؤولين طلعوا النهاردة وبتكلموا ومش عارف هو بيتكلم ازاي وليه أو في مصر أنا آسف في مصر في مسؤول طلع وتكلم النهاردة أو كان مسؤول طلع وتكلم النهاردة عن أمور تخص التحكيم أنا آسف جدا أنا عندما أنتقد بانتقد أداء مرة تانية عشان ما حدش يخدني لهذه المنطقة أنا لا أنتقد وخلينا أقول لحضراتكم أنا باتكلم عن مين مباشرة أنا هنا باتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح مع الزميل العزيز كابتن إبراهيم فاي في الراديو كابتن عصام عبد الفتاح مع احترامي الكامل ليك ومع حبي وتقديري لشخصيتك اللي هي بعيدة عن الكلام اللي أنا هقوله حضرتك بوصت التحكيم في مصر الأداء التحكيمي أنا آسف حضرتك الأداء التحكيمي في مصر السنة اللي فاتت لم يكن مرضيا لسبعتاشر نادي لأن حضرتك قلت كلام غريب جدا جدا وحسستني أن حضرتك اتظلمت الرجل غلط في كلاتنبرج وقال قال أنه مش خبير خلينا نكمل بس النقطة دي وبعد كده قال أنه مش خبير وأنه بياخد 40 ألف دولار وأنه هو ما بيعملش حاجة وكابتن عصام قال أنه هو بيكون رافض يرجع تاني للعمل في لجنة الحكام ما ينفعش ترجع تاني يا كابتن عصام حضرتك لو رجعت تاني حنقول على التحكيم المصري يلا السلامة هو حضرتك ناسي خلال السنتين اللي فاتوا لما كنت متولي فيهم رئاسة لجنة الحكام كان بيحصل ايه مش مع النادي الأهلي طبعا ولكن مع 16 نادي آخر غير النادي الأهلي مصطلحات جديدة شفناها وسألنا عليها العالم كله مفيش غير كابتن عصام بس اللي بيدافع عنها الاحتواء وروح القانون وروح سوريا روح البروتوكول اللي بيتعمل هذه المصطلحات بتتعمل من أجل المجاملات فقط شفنا 17 نادي بيقدموا شكاوى في التحكيم السنتين اللي فاتوا شفنا هروب من المسئولية شفنا حكام بيتم تفضلهم على حكام آخرين لمباريات معينة يا كابتن عصام هو حضرتك ناسي ولا ايه ما تروح تتفرج على مطشط الأهلي روح تتفرج على مطشط الأهلي في الموسم اللي فات عايزني أطلع لحضرتك كل الأخطاء اللي حصلت تاني بلاش الموسم اللي فات روح الموسم اللي قابل اللي فات وتفرج كان بيحصل ايه من جانب الحكام ولجنة التحكيم أخطاء واضحة لكل الناس وجاي حضرتك لما الأمور تزبطت بنسبة ولو بسيطة شوية لأنه ما بقاش فيه احتواء تقول انه ما حصلش حاجة وتغيير ايه اللي حصل وما فيش تغيير حصل والتحكيم بقى الأسوأ كابتن عصام حصل تغيير وإن كان بسيط كابتن عصام حضرتك ممكن تقول لي فين التحكيم المصري في كاس العالم للسنتين اللي فاتوا يا كابتن عصام حضرتك وانت موجود 34 حكم أجنبي كانوا متواجدين الأندية عايزة كده آه طبعا بس عشان الاحتواء كان بيحصل ومن حق الأندية اللي عايزة حكام أجانب طبعا بعد المستوى الهزيل في أداء الحكام المستوى الهزيل في أداء الحكام كان من حقهم إن هم يطلبوا حكام أجانب على الأقل الحكام الأجنبي لما بيغلط بيغلط وحضرتك ناس يا كابتن عصام إنه أزمة كابتن أمين عمر اللي حضرتك اتخلت عنه وكان المفروض يروح ضمن حكام كاس العالم اللي فات في واقعة مؤسفة حيفضل التاريخ يتذكرها طوال الوقت قد إن رئيس لجنة الحكام تخلى عن واحد من حكامه هو حضرتك يعني كنت موجود في لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي هل عمرك استغليت منصبك فيما هو أفضل أو يكون أفضل عشان يتم خدمة التحكيم المصري أو تطوير التحكيم المصري ما شفناش ده على مدار سنتين حضرتك كنت بتبص لمصلحة الشخصية فقط حضرتك دلوقتي جاي خايف على مصلحة التحكيم وبتنادي يا جماعة والحق التحكيم طب حضرتك كنت مسؤول سنتين كنت فين ما شفناش أي تطوير ما شفناش أي حاجة ما شفناش حكام جدد وفي الآخر طالع تقول يا كابتن عصام أنا ما عنديش مشكلة في الخبير الأجنبي بس يكون خبير وإحنا كمان ما عنديش مشكلة في الخبير الأجنبي لازم نجرب هذه التجربة بعد التجربة السيئة في الأداء اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت كلاتنبرج بالمناسبة يا كابتن عصام ما عرفش حضرتك بتاخد بالك ولا لا كلاتنبرج أو رئيس لجنة الحكام مهما كان اسمه الأجنبي بيطلع يحلل الحالات التحكمية بزي ما حضرتك كنت بتعمل حضرتك دبست بكابتن محمد عادل بعد مباراة أهلي وزمالك في مكالمة تليفونية قال إحنا لازم يبقى فيه احتواء وإنت كنت قاعد جنبه ووقف جنبه ما تخلنيش أحكي قصة تاني وروح البروتوكولة يا كابتن عصام هو حضرتك متخيل أنه ممكن ننسى هذه المصطلحات الغريبة حضرتك بتقول أن محمد سعيد زميلنا هنا في قناة الأهلي بيعمل تعصب وفتنة عشان بيقول الحقيقة يعني وقال وجهة نظرك في هدف الداخلية ومعلوماته صحيحة بالمناسبة وعندنا مستندات وعندنا معلومات وعندنا كل حاجة ومش هتلحها دلوقتي أنت قلت الكرة أوف سايد وفي 11 حكم أو 11 خبير آخر قالوا أن الكرة جوا الفتنة دي حضرتك اللي عملتها يا كابتن عصام إذا كان هناك فتنة يعني حضرتك اللي عملتها قبل ما تمشي لما كنت دائما بتوكيل بمكيالين يعني أنا الحقيقة استغربت جدا جدا من تصريحات كابتن عصام عصام عبد الفتاح التصريحاته الغريبة النهاردة مع كابتن إبراهيم فايق لكن الحقيقة ما عنديش مشكلة أن أنا أقدر أرد على حضرتك وأنا قلت لك الكلام ده كتير يا كابتن عصام نحن لا ننتقد أشخاص ولا ما عنديش أي ما عنديش أي مشكلة مع شخصية كابتن عصام أو لا أنا عندي مشكلة مع أداء كابتن عصام عبد الفتاح خلال سنة ونص أو أكتر شوية في التحكيم المصري كان أنا بشوفها أسوأ فترة للتحكيم المصري أسوأ فترة للتحكيم المصري الفترة اللي احنا موجودين فيها دي أو من ساعة ما حضرتك مشيت وجي خبير أجنبي الأمور اتغيرت قد تكون التغير بنسبة قليلة جدا وبالمناسبة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة أكثر أكثر الأندية ضرارا في هذا الأمر في موضوع التحكيم وأنا خلاص هو أربع مطشط والدور الأول ينتهي بعد نهاية الدور الأول أنا حجيب لحضراتكم عدد النقاط اللي فقدها النادي الأهلي بسبب أخطاء التحكيم ومع ذلك بننتقد عندما يكون هناك انتقاد بننتقد أداء عندما يكون هناك انتقاد وبنتكلم بشكل جيد لما بنبقى الأمور ماشية بشكل جيد عارف يا كابتن عسام أن هناك معرفش حضرك عارف الكلام ده ولا لا أن الفارق الكبير ما بين انتقاد الأداء والتجاوز هقوله لحضرتك كلاتنبرج هو ده الفرق بالمناسبة وهو في اجتماعه مع اتحاد الكرة رغم أننا انتقادته في هذا البرنامج جديد كتير جدا انتقاد أداء الراجل قال أنا عارف مين اللي بيهاجمني هو نادي واحد وقال لهم اسمه هل حضرتك كنت تقدر تقول كده فالحقيقة يعني هو عارف كويس جدا أو المفروض أن الناس تفهم الفارق ما بين انتقاد الأداء والتجاوز التجاوز الناس كلها شافته أو بتشوفه في قنوات أخرى زي ما عدراتكم شفتوا قبل كده وزي ما بتسمعه لكن انتقاد الأداء أنا عمري مغلط في شخصية الكابتن أصام عبد الفتاح مثلا يعني أنا بقى لي سنتين بهاجم الكابتن أصام عبد الفتاح ولكن عمري مغلط في شخصيته ولو شفته بره بالعكس أقف له احترام لأنه الشخصية محترمة جدا ولكن كأداء لا كابتن بعد إذنك خلينا نجرب خلينا يعني خلونا ناخد نشوف الدنيا فيها إزاي حتى لو الموسم اللي جاي فيه خبير أجنب جديد أنا ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة كلاتنبرج أو غيره ولكن خلوا التجربة تكمل آخرها خلوا خبير أجنبي ييجي ما يبقاش عارف الفرق بين اللي أحمر واللي أبيض واللي أصفر واللي أخضر ما لهاش علاق قسمه كلاتنبرج أو غيره حضرتك رشح لنا أو رشح لاتحاد الكرة القدم خبير أجنبي من الخبرة اللي حضرتك شايف إنهم ما ممكن يبقوا خبرة يعني أنا بس حبيت أتكلم في هذا الأمر لأنه النادي الأهلي آه كان عندنا بعض المشاكل وكان عندنا إجهاد وكان عندنا سوء في الأداء السنتين اللي فاتوا ولكن وجهة نظري أن ما حدث خلال السنتين اللي فاتوا وعلى الرغم من كل الحاجات اللي كانت عندنا دي ولكن إحنا فقدنا مش عارف 15 ولا 17 نقطة أنا شرحتهم لحضراتكم هنا السنة اللي فاتت فقط لو كانوا موجودين معنا لو كنا خدناهم بسبب أخطاء التحكيم لو كنا خدناهم كنا خدنا الدوري في ظل الأداء اللي ما كانتش كويس وفي ظل حالة الإجهاد اللي كانت موجودة السنتين اللي فاتوا ومع ذلك برغم أخطاء التحكيم كان ممكن جدا جدا لو ضفت 15 ولا 16 نقطة اللي وردتهم لحضراتكم بالسنة اللي فاتت كنا ممكن ناخد الدوري ولكن قدر الله مشاء فعل ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين محدش هيسكت على حاجة غلط رئيس لجنة الحكام الخبيل الأجنبي مهما كان اسمه هيغلط هنطلع نقول كلنا قلنا يا جماعة أنه ما ينفعش يروح ياخد يقعد شهر فيه كاس العالم وبعد كده يروح ياخد أجهزة الكريسماس أسبوع العشر تيام كلنا قلنا هذا وأنا قلت هذا الكلام هنا في البيت الكبير وانتقضت أن فيه حالات لم يتم تحليلها بالفيديو عموما أنا بس حبيت أن أتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر لأنه أمر هام جدا آخر حاجة قبل مطلع فاصل بس الناس يعني الناس عمالة حتى تبعاتلي دوء مالك الإسلام يعني ما فوق كنت تبقى فرحان النهاردة بعد تعادل فيوتشر مع بيرامدز والزمالك مع الاتحاد السكنداري الحقيقة أنا لا أفكر في فيوتشر لا أفكر في بيرامدز لا أفكر في نادي الزمالك ولا أفكر في نادي الاتحاد أنا أفكر أن ده محترمه على دماغي أنا لا أقصد شيء ولكن أنا لا أنظر إلا للنادي الأهلي فقط والحقيقة ما عجبتنيش الحالة اللي من بعد نهاية مباراة الزمالك وحتى الآن وخلينا كنوا واضح وصريح مع حضراتكم وهي من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي عايزين يوصلوا حالة طمأنينة لجمهور النادي الأهلي يا جماعة خلاص أنتوا خدتوا الدوري مش عارف مين بيتخانق مع مين وجمهور النادي الأندية المنافسة بيتخانق مع بعضه وبيتخانق مع اللعيبة وبيحصل كذا وبيحصل كذا أنتوا خلاص خدتوا الدوري أنا نفسي أصدقائي اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي بعتولي المسج بالمعنى ده مبروك يا عم عليكم مبروك علينا إيه إيه اللي مبروك هل حد يتخيل أن ممكن أنتوا عارفين فاضل كم مباراة الدوري 21 مباراة أو 22 كام يا شباب الدور الأول نفسه لإسه ما خلصش عارفين لقدر الله إحنا بنلعب كرة قدم ما بنلعبش بلاي ستيشن خلاص لقدر الله النادي الأهلي ممكن جدا يخسر نقاط خلال الفترة القادمة اوعوا يا جمهور النادي الأهلي هو ده جدور الدوري أمام حضراتكم اوعوا يا جمهور النادي الأهلي تمشوا وراء هذه الزوبعة لسه بدري جدا 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 في يوتشار التاني 27 نقطة ب13 مباراة والزمالك التالت ب26 نقطة ب13 مباراة النادي الأهلي لسه عنده مباراة بكرة إن شاء الله مع النادي المصري هنتكلم عنها دلوقتي ولكن اللي أنا تعلمته من جمهور النادي الأهلي وخلال وجودي في النادي الأهلي إن عمرنا ما بنتبسط ولا بنفرح إلا في حالة واحدة فقط انتهاء الدوري حسابيا ورسميا هي دي الحالة ده بالنسبة للدوري بس يعني هذه الحالة بس اللي بنفرح فيها ونتبسط فيها بجد أنا متضايق جدا من كمية الميسجز اللي جات لي بتقول لي مبروك كلهم أنا عارضه لأصدقائي وصحابي كلهم ما بيشجعوش النادي الأهلي أو معظمهم ما بيشجعش النادي الأهلي ولكن أنا كنت ببعث لهم بقول لهم لسه بدري جدا جدا عندنا فريق حيفضل واقف على تراطيف صوابعه ومستني كل تلت نقط علشان ناخد التلت نقط في كل مباراة لسه بدري جدا 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 عندنا مباراة من أصعب ما يكون بكرة وبعد كده مباراة الزمالك وحضراتكم عارفين يعني إيه مباراة الزمالك يعني في الدوري قبلها في الكاس حتلعب مع اسموحة بعد مباراة الزمالك فيه البنك الأهلي اللي بالمناسبة وجه الشكر النهاردة للكابتن حلمي طولان فاللي بقوله لحضراتكم مش عايزين حد ينساق وراء هذه الزوبعة اللي ممشينها بعد ما لا يشجع النادي الأهلي علشان يطمنوا الفريق أو يطمنوا الجمهور عايزين كجمهور نفضل وراء فريقنا عايزين كفريق نموت نفسنا بكرة وبعد ما يخلص بكرة نبقى نتكلم على المباراة اللي بعدها مطش صعب جدا مطش المصري واحد من أصعب المباراة اللي دايما بنلعبها المطش أمام كابتن حسام حسن واحد من أصعب المباراة مهما كان اسم النادي اللي بيلعب فيه اللي مسكه هو واحد من أصعب المباراة اللي بنلعبها مش عايزين نفرط في نقطة نموت نفسنا ونتعب صدقوني أنا بقول الكلام ده للعابين نموت نفسنا ونتعب ربنا حيكرمنا المجهود اللي بتعملوه ربنا حيديكم النقاط لأن ربنا دايما بيجازي على المجهود فخلوا بالكم من الطمأنينة اللي بيحاول بعد من لا يشجع النادي الأهلي أنه هو يحطها في ما بين جمهور النادي الأهلي أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي حيبقى واقف حاقة صد لهذه الأمور والكلام ده أنا بوجهه للعابين بكرة مطش صعب ولكن كلنا ثقة فيكم وأنا عارف أن حضراتكم كلاعبين في النادي الأهلي قادرين أي 11 يلعبوا ما عنديش مشكلة أنا عارف أن أنتوا قادرين أنتوا كسبوا أي حد لما تكونوا في مستواك حنفضل وقفين في ظهركو حنفضل وقفين معاكو ومش عايزين نخسر ولا نقطة المباريات القادمة مباريات صعبة ومهمة جدا 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 أنا حبيت بس أقول الرسالة دي لأنها رسالة شفتها على السوشيال ميديا قريتها من بعد المباراة بقلنا ساعة من بعد مباراة الفيوتشر وبيراميدز والزمالك والاتحاد شفت اللي بيحصل على السوشيال ميديا وإحنا بنبقى عارفين مين بيتكلم ومين جمهور الأهلي ومين مش جمهور الأهلي فالحقيقة بعض من لا يشجع النادي الأهلي وكلهم أصدقائي بيبعتولي هم يعني ما بيشجعوش الأهلي وأنا عارفهم طول عمري فعارف أن هم ما بيشجعوش النادي الأهلي بيقولولي مبروك خلي بال حضراتكم من هذا الأمر خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نكمل ونشوف أخبارنا أخبار البيت الكبير بجدد التحية بحضراتكم من جديد ودايما لما بنستعرض أرقام المارد الأحمر أمام الفرق اللي بيواجهها بنلاقي تفوق كبير جدا للنادي الأهلي بكرا إن شاء الله عندنا مباراة ومواجهة صعبة أمام النادي المصري في الأسبوع الثلاثاشر وتاريخ المواجهات دائما خلال الفترة السابقة بينحاز للنادي الأهلي تقابل النادي الأهلي والمصري في 123 مباراة سابقة بالدوري وحقق المارد الأحمر الفوز في 69 مقابل 20 انتصار للنادي المصري حسم التعادل 34 مواجهة بالتأكيد تفوق واضح ودائم للنادي الأهلي رقم واحد إن بارح اتكلمنا عن التعاقد مع مروان عطية وهي الصفقة الثالثة للمارد الأحمر في تدعمات الشتوية إن شاء الله التدعمات كلها تكون مفيدة للفريق واللكولر إن شاء الله أيضا نشوف مرضود جيد لهذه الصفقات لأن الحياة المباريات القادمة تحتاج إلى كل اللاعبين مروان عطية وهو بيتكلم من بارح عن انضمامه للنادي الأهلي قال اللاعب للنادي الأهلي شرف كبير وطموح بلا حدود طيب أولى الأخبار اللي عندنا النهاردة مؤتمر صحفي يوم الجمعة للكشف عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الوحيدة ظهر الجمعة بمقر النادي بالجزيرة بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والسفير الهولندي في القاهرة للإعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها حيث يجري يجرى توقيع العقود المشروع بين النادي وشركة أمستردام كلينيك الهولندية التي تتولى الإشراف على المشروع ويهدف المشروع إلى اكتشاف المواهب وتحسين الأداء الرياضي والعمل على الاستفادة من هذه التجارب أو التجارب الأوروبية بشكل عام والهولندية بشكل خاص حيث تمثل تجربة هولندا نموذجا مميزا في اكتشاف المواهب وتطويرها خاصة مع تحقيق مراكز متقدمة في الدورات الأولمبية حيث حققت نجاحات كبيرة على صعيد البطولات والميداليات أيضا إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعتمد آلية عمل المشروع على اكتشاف المواهب من سن 4 إلى 16 سنة من خلال إقامة تجمعات دورية في فروع النادي بمدينة ناصر والشيخ زايد والتجمع الخامس ومن خلالها سيقوم فريق من الخبراء الهولنديين بعمل قياسات واختبارات للمواهب المختلفة وبناء عليها يتم تقسيم الجميع إلى عدة فئات تتعلق بدرجة المواهبة والاستعداد لممارسة اللعبات وفقا لإمكانيات وقدرات كل لعب مع وضع برامج فائقة لتنميتها بالشكل المناسب ويغضع المتقدمون للاختبارات للتقييم مستمر لمدة 6 أشهر فيما سيتم تنظيم فترات معايشة في هولندا للمشاركين في المشروع من جانب النادي الأهلي مع توجيه العناصر المميزة للتحاق بأكاديميات اللعبات المختلفة بالنادي مما يوفر فرصة للكشف عن مواهب مميزة تكون نواة لفرق النادي مستقبلا ويهدف المشروع أيضا بشكل عام إلى تقديم مواهب حقيقية لفرق النادي والمنتخبات الوطنية ويضمن تجهزها بشكل مناسب وفقا لأفضل المدارس الرياضية في العالم مما يسهم في توفير عناصر مميزة من اللاعبين إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وخلق أجيال تؤمن بقيم الرياضة بشكل عام كلام حلو جدا وحاجة رائعة جدا ولكن خلق أجيال جديدة تؤمن بالقيم الرياضية القيم الرياضية اللي احنا تكلمنا عنها في أول الحلقة عندما تقطئ يجب أن يتم محاسبتك عندما أي حد يتكلم في التليفون أو يعمل مدخلة أو يبقى موجود على أي برنامج تلفزيوني يجب أن يكون عنده قدر أقل قدر حتى من الاحترام والأدب والأخلاق ما ينفعش أننا نطلع أتكلم لأنه في أجيال كثيرة جدا 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 قد تكون بتسمع الناس اللي بتتكلم في التليفزيونيات كل الناس وكل البرامج وكل البرامج بتتشاف وكل الناس بتتشاف وكل حاجة لكن في النهاية يجب أن يكون هناك احترام ودي دايما القيم اللي بنتكلم عليها في النادي الأهلي والأخلاق اللي بنتكلم عليها في النادي الأهلي ودايما سنلتزم بأخلاق وقيم ومبادئ النادي الأهلي لأن دائما سيظل الصمت هو لغة العظماء مهما حدث من ضغوط ومهما حدث من أمور دائما الأمور الخاطئة يجب النادي الأهلي دائما بيعمل كده بيسلك المسالك القانونية في هذه الأمور وعمرك ما هتلاقي مسؤول بيغلط أبدا أبدا أو يبدي عدم احترام لأي حد مهما كان أنا بس حبيت أن أقول هذا الأمر سريعا جدا لجنة الحكام أعلنت طاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي والنادي المصري في تمام الساعة السابعة في استهاد الجيش ببرج العرب كابتن وليد عبد الرازق حكم الساحة كابتن سامي هالهل مساعد أول كابتن عماد العقاد مساعد ثاني كابتن صبر إبراهيم حكم رابع كابتن عبد العزيز السيد حكم فار كابتن هاني خيري حكم فار مساعد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق طاقم التحكيم في مباراة بكرة نتمنى التوفيق للطاقم التحكيم أنه هو يقيم العدالة ما بين الفريقين الأهلي والمصري الأهلي لهدف عدة الكورة حسبها هدف عليه هدف حسب على النادي الأهلي هدف ما عندناش أي مشكلة ولكن يجب أن يكون هناك عدلة حكمية إن شاء الله كل التوفيق لكابتن وليد عبد العزيز محافظ أسوان وليد عبد الرزاق مشي محافظ أسوان بيجتمع مع كابتن آيمن الرمادي والإدارة ويعد بتوفير الدعم للفريق خلال الفترة القادمة محافظ أسوان الحقيقة اللواء أشرف عطية كان عقد اجتماع مع مجلس إدارة نادي أسوان والجهاز الفني بقاة كابتن آيمن الرمادي كابتن آيمن الرمادي خلال الفترة السابقة أو خلال أيام القليلة السابقة أعلن أنه لن يكمل مع نادي أسوان بسبب عدم تلبيت بعض الطلبات الخاصة ليه مش ليهو ولكن للفريق وبالتالي اجتمع محافظ أسوان مع مجلس إدارة نادي أسوان ومع كابتن آيمن الرمادي ووعد بحل كل الأمور خلال الفترة القادمة ومطالبا الجميع بالحفاظ على الاستقرار واستثمار نجاحات الجهاز الفني واللاعبين يا كابتن آيمن الرمادي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده عامل شغل رائع جدا مع نادي أسوان كابتن آيمن من الناس اللي جاية يعني بقى له فترة طويلة جدا أو ما اشتغلش دايما في مصر خلال الفترة السابقة وبالتالي لما اشتغل في مصر أكيد هتقابله بعض الصعوبات زي ما حضراتكم عارفينه وزي ما حضراتكم دايما بتشوفه ولكن في النهاية أسوان بلدنا الجميل أو محافظتنا الجميلة تظل دائما في القلب هتقول لي يعني ايه هقولك احنا كلنا بنحب أسوان كلنا بنحب اسكندرية كلنا بنحب كل محافظتنا وكلنا نتمنى الحقيقة كأهلوية وغير الأهلوية كمان نتمنى ان احنا دايما نشوف أسوان موجود الأندية الجمهرية دي لما تبقى موجودة في الدولة العام المصري اعتقد الأمور بتبقى أفضل بكتير جدا 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 النهاردة أيضا البنك الأهلي بيوجه الشكر لكابتن حلمي طولان وكابتن أمير عبد العزيز مديرا فنيا مؤقتا انتخال حضراتكم برضو من الحاجات الغريبة بس بني وبينكم البنك الأهلي عامل صفقات رائعة السنة دي البنك الأهلي عامل صفقات رائعة أنا مستغرب جدا من النتائج ومن اللي بيتعامل في البنك الأهلي عشان كده بقول لحضراتكم كلت مدربين كابتن خالد جلال ثم كابتن حلمي طولان وبيقولوا انه دلوقتي كابتن أمير عبد العزيز ومن بعدها اعتقد ان بابا فاسيليو المدير الفني السابق لانه غزة المحلة هو اللي هيكون المدير الفني للبنك الأهلي في أقل من 13 أسبوع أو في 13 أسبوع ثلاث مديرين فنيين عموما نتمنى لهم يا ربك التوفيق أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى زي المشاهدين خلوني أرحب في وظيف حضراتكم في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن محمد حشيش بشرف النور حبيبي رباني خلالي برا حضرتك إيه يسمك النهاردة اليومين اللي فاتوا دورك كتير كتير عمالة تقولي شو معنى كابتن حشيش حشيش اللي مستضيف والله مشكلة دي نخيب معنا كل أسبوع صح؟ ايه صح بتبقى معنا على طول هاللوقتي أول مبرحة الصبح عند سألك السؤال ده؟ لا طيب خلينا نروح للمباريات الدوري العام النهاردة الحقيقة تركت على مبارات فيوتشر وبيلمينز ما بينها ومبارات تانية كده تخطيف يعني عشان طبعا ايضا المباراة الأولى النهاردة كانت الصبح أو المباراتين اللي كانوا الصبح كانوا الدخلية والبنك الأهلي وتعادل الحقيقة مباراة حلو قوي ثلاثة ثلاثة وسموحها بيفوز اتنين واحد على طلاع الجيش ومباريات رائعة برضو النهاردة طول النهار النهاردة مباريات حلو بيبقى فيه أسابيع كده مميزة ومبارات قوية بنفرق سواء فوق أو تحت بتبقى صعبة والنهاردة الحقيقة يعني اليوم مليء بالمباريات طبعا ختمت بيه فيوتشر طبعا وطبعا الزمالك والاتحاد مباراة قوية أنا شايف النهاردة يعني اليوم جميل لأن كل بالتحديد المباراة الصبح بتاع الساعة أيوة لا مباريات بالليل كمان يعني كلها ماشية لصالح نادي الأهل نعم لأن طبعا الأربعة دول بالتحديد بنفسه على المربع الزهبي وخسروا طبعا كلهم نقاط سواء فيوتشر أو بيراميدز لهم أعرف حاجة للنادي الأهلي معه طبعا الزمالك خسروا اتنين بونت نعم فده بيدي حافز كمان للنادي الأهلي بكرة في المباراة الصعبة جدا نعم هنتكلم عن المباراة طبعا إنما النهاردة يعني مباراة حلوة يعني اتفرجنا عليها مباراة حلوة وشيقة وكده صحيح في بعض المباراة مفاش أهداف بس مباراة كويسة في حاجة بتتعامل من الفرق يعني المباراة اللي كانت موجودة كان الدخلية والبنك الأهلي واحدة من أفضل الحقيقة أنا الدخلية عاجبيني جدا كده عاملين مباراة رائعة الحقيقة إذا مالك تعادل مع الدخلية في الديارة 94 إلى 95 النهاردة البنك الأهلي بيتعادل برضو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بهدف من ركل الجزاء وبتتصدوا بعدين ترجع تتعادل تاني صحيح فالدخلية مع كابتل رضا شحطة عاملين شغل كويس جدا والحياة هم من أقل الفرق اللي عملت تدعمات حقيق يعني ودي برضو حاجة يعني عنك كويسة كابتل رضا شحطة عنك كويسة ممتاز وبيعرف وأهم حاجة في المدير الفني أنه بيعرف يلعب بإمكانيات فرقته صحيح ما بيبالغش في الدفاع ما بيبالغش في الهجوم بيلعب كل مباراة على حسب الخصم وعلى حسب الأهم إمكانيات فرقته بنك الأهلي وتعادل مع الدخلية وتوجيه الشكر لكابتن حلم تولان حاجة غريبة الحقيقة دي بقى احنا يعني أنا مستغربها جدا يمكن أنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع تغيير المدربين في الدوري الظاهرة اللي بقت يعني مش حلوة أبدا أبدا للدوري وخصوصا إنها كمان مع مديرين فنين كبار لهم تاريخ في الدوري العام زي كابتن حلم طولان قبل كده أمبي كان بيتدرب أمبي ومش ملحقش برضو وبعدين اللي أنا مستغربه البقى المراضي هو ملحقش يمسك البنك الأهلي 3-4-5 متشاط يعني إزاي أنت طالب من المدير الفني يعمل نتائج ويعمل أداء في ظل وقت قليل قوي لسه ما حطش بصماته على الفرقة لسه ما عرفش الفرقة كويس قوي لسه ما قدروش يفهمه هو عايز إيه فأنت تمشي بالطريقة دي يا جماعة دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأسماء الكبيرة يعني يعني طبعا فيش حاجات أقلل من الكابتن حلمي لا طبعا رجل مدير فن كبير بس أنا بتكلم على أسلوب الإدارات بصراحة يعني إحنا احنا تكلمنا قبل كده في مضوع اختيار المدرب من البداية إنت بتختار مدرب أحد بيقولك عليه أو إنت بتشوفه في الحتة الفنية إنت عايز تجيبه وخلاص طب إنت عايز إيه من المدرب ولازم تديله الوقت بتاعه يعني إنت طب إنت هجيب أحسن من كابتن حلمي برضو ما هو اللي هيجيبه اللي سمعتك إنه هجيبه ما هو برضو نتائج ما انت شاف المحلة كانت برضو ماشا كويس وكابلت وقعدين انت بجيبه لا كابتن حلمي طولان واحد من أكبر وأفضل وأحسن المدربين في مصر خلال الـ 20 سنة الأخيرة تديله فرصة إسلام انت بتتكلم على الأسبوع الثلاثة انت فاهم إزاي الحقيقة كان قرار غريب يعني أنا لما سمعت أنا بقى اليومين ثلاثة أكيد بكلنا بنسمع يعني اليومين ثلاثة الوسطة يوضي قدي كده فبنسمع كل حاجة البنك اللي حيوجله الشوك ويجي بابا فاسله ومكان ما عرفش إيه السبب يعني السبب ما فيش حاجة منطقية تتقال يعني ما فيش حاجة منطقية تتقال الراجل برضو ماشي ممكن النتائج بس لسه ما عملش حاجة ما فيش النتائج إيه ما لسه منحقش يعني طب انت جي في إيه ومشي في إيه وإيه اللي حصل عشان تغير الجهاز تاني واللعيبة وبعدين احنا كنا بنقول من أسباب يعني وصول الإسماعيلي للمستوى ده هو تغيير الأجهزة لأن تغيير الأجهزة ده يساوي عدم استقرار اللعيب بيبقى يعني يعني مش قادر يكمل مع مدرب مش قادر يفهم على بل ما بيفهم المدرب عايز إيه بتروح مغيره عشان نتيجة ماتش ممكن يكون كويس أو يتغلب وبعدين البنك الأقلي عنده لعيبة كويسة جدا وجايب صفقات كويسة جدا لما يبقى معاك اسم زي كابت خالد جلال برضو لكن كابت خالد مثلا بقى له سنة ولا سنة ونص سنتين فتعدي لكن كابتن حلمي كابتن حلمي طولان هذا الاسم الكبير بصراحة يعني غريبة جدا أنا باعتبره من أحسن أربع مدربين في الدور المصري طبعا على مدار السنين اللي فاتوا لا ده ده كلها تتعلم منه شوف لانه نجاحات كبيرة جدا جدا فبصراحة يعني أنا دايقت جدا جدا من الخبر ده ما سمعته وقلت لا يعني لو الأمور هتفضل بهذه الحالة مع الفرق مش البنك الأهلي بس أو مع بقية الفرق لأن احنا عندها تاني مغيرة برضو مدربين كتير ومدربين فنين كتير طب ده ينفع جماعة هو احنا بنتعامل بالقطع مع المدربين الكبار ما ينفعش كل مدرب فني زي كابتن حلمي راجل محترم ومدرب كبير جدا له وضعه طيب بما أننا بنتكلم عن مباريات الدوري العام الحقيقة يعني كنا لسه بنتكلم عن الدخلية وعن مديرها الفني كابتن رضا شحاته أنه يعني كويسة وبيعرف يختار حدرك بتقول لي يعني أنه هو من أقل الفرق إمكانياته ولكن عامل فرقة كويسة جدا الحقيقة ونتائج يعني هو لو شلنا العشر دقائق الأخيرة الدخلية يبقى كذبان تقريبا يعني أربع خمس مطشات زيادة عن المباريات الاكسابة كابتن رضا يعني النهاردة تعادل الحقيقة أنا تفرجت على المطش كله تعادل أنا باعتبره خسارة نقطتنا يا كابتن رضا الأول أهلا بك طبعا ونرحب بيك أنا وكابتن محمد حبيب يا كابتن الإسلام وحشني جدا وكابتن محمد منور حبيبي ربنا خليك حبيبي ربنا خليك آه ياريت يلغد من بعد ديات 90 يعني بعد ديات 90 دي أنت مطشين هو أنا يعني الزمالك والبنك الأهلي المطشين دول لو يلغوا العشر ده الأخيرة حتبقى كسبان المطشين والمشكلة ده فيوتشر كمان المطروض مني وفيوتشر صحيح دخل فيها جوي في ديات 85 صح مطش فاركو نجيب جون في ديات 98 اللي نحن بقى المراضي آه يتلغي تفهم الموضوع مش دي أيوة لأ وبعدين إيه راكل الجزاء النهاردة بس فعلا هو حارس المرمى خد خطوة قدام صحيح بصراحة يعني خد خطوة قدام جزاء نفسها ما فيهاش حاجة هما الاتنين خبطوا في رأسهم في بعض يعني نقدر نتكلم فيه درية بقى آه يعني أنا ورده من الناس الهادية أو يا كابتن لقيته النهاردة أول مرة أشوفه بعد المطش راح للحاكم بصراحة أنا لسه مرائب له مطش هو عارف السبعة كان بيكلم معه عادي يعني رائب رائبت له مطش مع سيراميكا والحقيقة يعني من الناس المحترمة اللي ما بيكلمش مع الحكام بل بالعكس لو أي حد من الجهاز عنده قام يتكلم بيقعده على طول مش مراكمل مع فقيته فقط آه فيعني كابتن أرابه بص اللي هتحدك أنت رائبت كورة طبعا فكرة كلها كابتن بيبقى فيه توقيتات آه الحكام يعني بيبقى فيه فاولات الفاول هو هو كابتن الثام هو هو الفاول مثلا أو هي هي الاحتكاك هو هو صح مم فالقانون واحد مم لأ أوش واحد يعني في كورة تلاقي حكم أنت تقصد حتى لو فيه ظلم يبقى مسواف الظلم بس الله ينورها أنا مش عزيكتر من كده مم أنا كل هدفي في القصة أو اللي عصبني بقى أننا إحنا 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 الفترة اللي فاتت ظلمنا كتير جدا جدا الموضوع صعب قوي على فرقة بتكافح زيما أنت بتقول فرقة بتكافح وبيتحاول تعمل أحسن نتائج وبتحاول فالنهاردة أنا فيه فيما لا يقل عن ثمانية بنت أو تسعة بنت النهاردة أنا حسرهم تقديرات آه تحكيم يعني أنا ما عنديش مشكلة والله الحكم يعمل اللي هو عايز ولكن يبقى المسترة واحدة أنا ما عنديش مشكلة إنما يجي حاكم يقول لي الكورة دي احتكاج طبيعي يجي هي هي لا هي يقول لك لا ده مش طبيعي دي ضرب الجزاء الله آه طبعا أعساد دأمين هم هي دي المشكلة اللي إنما أنا بالنسبة لي أنا بعد ما تتخذ حتى أباقي بعد المصر أنا ما أكلمش رعيب أخر لا لا أنت حتى كنت بتتكلم مع الحكم بشكل مخترم يعني أنت بتسأله تقريب أنا 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 بتتكلم معاه أنا بقوله أنا ما عنديش مشكلة تحسب اللي انت شايف ولكن أنا كل اللي يهميني إن المصدرة تبقى واحدة ما عنديش آزمة في أي حاجة عشان إنت عايز تطور المنظومة وعايز تطور أنا في مطش حتى مطش الزمالك اللي بأخذ الكورة أصلا مش كورني أساسا مزبوط مزبوط يعني حتى تأقول لك حاجة يا كتنستان تقدريا نظريا عنيك أنت حكا حكا مواقف ده يمكن لأ لعب بالبوكسيج ورايا يعني يا كبت الرضا هو المساواة في الظلم عادل أو المساواة في الكور في نفس الحالات عادل يعني لأن انت لو حسيتني بتحسب عليك في كورة حاجة معينة وهي هي بتتحسب في نفس الكورة على الفريق الثاني مش هتتكلم والله ما هفتح بق رابه عليه كبت يعني هي دي المشكلة بس الأهم بقى إحكاة تجوان أفر اللحظة دي أنا عايزة تجيب لكورة واحدة هي كورة واحدة أو لقالك وبص علي مصطفى فوزي فمطش فاركو كل التاني في الثاني نفسي أعرف الوحيد اللي حسب على الحكم آه يعني أنا برضو بيني وبينك أنا راكلة الجزاء أنا عملافت كينها دلوقتي لأنني كنت أحب أتفرج على المطش عجبني فاتفرجت عليه كله فضربة الجزاء ممكن برضو ما تتحسبش يعني نسبة جميلة ما تتحسبش لكن هو الحارس المرمى مثلا في البتاع لا تتعاف شوفت انت بتقول ايه بتقول دي لا يعنفهش إنما كورة كذا فضل لك أبت الرضا أنا هسألك سؤال تاني فضل لو هيعيدها لكل الناس أنا هسألك سؤال تاني في المطشات كلها في الترق كلها الحاجات بتتعد لا ما بتتعدش في ناس بتدخل التمنتاشر وما بتتعدش وفي ناس بتبقى طلع خطو ما بتتعدش أستاني تلات ربعة ما بتتعدش بس خلي بالك يا رضا في مطش الأهلي واسموحة افتكر كده وحقول لك في مطش الأهلي واسموحة هاني سليمان مسك الكرة ستاشر ثانية طيب أنت المفروض لك ست ثواني من بعد المطش ده لغاية دلوقتي أي حارس ما بيمسكش الكرة أكتر من ست ثواني طالما بتصلت الضوء على خطأ حصل خلاص هو حصل عندك أنت في رقيتك لكن أنا أعتقد أن بعد كده هتلاقي كل الناس واخد بالها من ركلات الجزاء بعد كده يعني كل الحراس أيوة ما أنا يا كابتل إستامة موظي لما يبقى عندي خطأ هقول لك حاجة تانية تفضل مطش المحلة ضربتين جزاء ضربتين جزاء النهاردة بتتعاد تاني في مطشات تانية ما بتتفسبش أصلا برضو هم لما أصوته أنا ما عنديش نسكلة يا فقه بتعايز مسترة واحدة بس كده أنا لمست بص يقول لك إيه لو شدت وشدت خفيفة لا طبعا مش حاجة اسمها كده في كرة يا كابتل أو ما بش حاجة اسمها في الكرة احتكاك عادي واحتكاك مش عادي مش معنى أنا عندي كله مش عادي وليه ما عنديش أنا احتكاك عادي برضو يعني الأمشان ده مش في التخلية ليه هو الظهر الظهر أنت لازم تتعود على الموضوع ده بقى آه يعني لازم تهدي عصابك بقى وتتعود على الموضوع ده لا بص يا جابتل انت عرفني تعرفنا أنا هادي جدا عموما أنا عارف طبعا وأنا دايما دان اللي لعبت الهدوء ولكن انت وصلت المرحلة أن أنا النهاردة أنا النهاردة خسرين حوالي ثلاثة أربع مدشات متعدلهم وأنا متعدلهمش طب حضرتك صراحة ها ستة بنت النهاردة مع العشرة بتقعك انت في حتة تانية انت في حتة تانية خالص طبعا بالضبط كده فأنا أنا بتظلم يعني دي الموضوع صعب علينا برضو والحقيقة لدي دا برضو طبعا بربو عليك أنا لقابت صغيرة في سن برضو حاجات دي بتفرق معاهم إنه يكتب مصفين تلاتة نفسيا بيعلم معايا إنما دلوقتي كرة غلط خسب غلط ضربك جزاء مش ضربك جزاء هندي بوله مش هندي بوله تفتحسب أضيع لوقت كرة ما تفتحسب كل دي حاجات تلبية على عين طبعا بس خليني أحيي برضو إدارة الداخلية على الجانب الآخر إنه في فترة لم تكن النتائج جيدة وكانت في الأول أول تلاتة أربع خمس ماتشاط كان من الممكن جدا أن يتم التغيير ولكن الحقيقة إدارة الداخلية عندها بعد نظر يعني مثلا إحنا كنا لسه بنتكلم عن إدارات أخرى بتعمل يعني تغير تلاتة أربع مدربين فأقل من تلاتاشر أسبوع يا رضا ما دا ما ينفعش يعني أنا وجهة نظري إنه دا ما ينفعش طيب بص إحنا أنا عالت مع إدارة مع إدارة نادي الداخلية كان عندنا 8 لعيبة من السنة اللي فاتت ودام جيت لي 8 لعيبة فجبنا النادي الأهلي خمس لعيبة صغيرين وجبنا سبع لعيبة أفاركة وجبنا اتنين خبرات اللي هو نجيب وقلم ولسه جايبين دهش في شهر واحد الفكرة كلها إن أنت عملت ميكس الميكس ده فإنت الطبيعي أول 5-6 متشاط وإن في شهر جايب طبيعي أو أنتوا بدأتوا متأخر كان معي أبو المجد قال إن أنتوا بدأتوا صح صح إحنا لعيبة كمان أنا عندي لعيبة تأخلى وإنا بقى وإن فاطرة في الأبان طبيعا يحصل إيه عند 5-6 أنا قلت لهم كده أنا عالت مع له عثماني تكلمنا أنا عندي 5 متشاط لو قروا بيش تبقى أحسن حاجة هيبدأ من الأسبوع الخامس النتائج واللعيبة هتتحسن بشكل جديد قال إحنا متفئين عليه من أول يوم وهم بيحترموا إن إحنا اتكلمنا في اللي بيحصل كابتن ده كله متفئين عليه آه متفئين عليه فهو الرجل أنا كنت واضح معاه وهو واضح معاه أنا أحدودي كذا وأنا أحدودي كذا حتى في كل التفاوض مع اللعيبة إحنا بنعمل حالة إن إحنا عايزين نعمل موسيم كويس أنا مش هزارع بكورة تخليدية ترج على فكرة بكورة متعة أصلا صحيح قبل منافسة يا متعة صحيح فأنا لازم أخلي الناس تحس إن في حاجة بتحصل في المنعة لا وعملين شغل كويس ودي أنا عايز أقول للردو كمان دي دي سمة الإدارات العسكرية بصراحة الحتة دي مميزين فيها زي الدخلية طلق الجيش حرس الحدود يعني بصوا الجوانب التانية برغم إنها فرق كلها يمكن أقل مسلا ممكن تلاقي عقود لعيبة مش زي بقية العقود بتاع اللعبة التانية نعم كابتل حشيش الفاكرة كلها إن إن لو هو أو بص المشكلة كلها إن الإدارات لو إنت شايفينك بتتعب ومقدرين مجهودك صحيح هو ده لأنا بقوله بقى إن هو ريدا خلي بالك بعد 3-4 ماتشاط هو تعادل ماتشو بعدين اتغلب ماتشو واتغلبين تاني وتاني وبعدين رجع بعد كده من بعد الرابع فعلا أو الماتشو الخامس أنا دايما الجيل بتاعي ده أحب بقى ده أتفرج عليه أشوف ريدا بيعمل إيه وأشوف عماد النحاس أشوف أحمد سامي أشوف أشوفهم بيعمله إيه برضو لأنه أتمنى لهم طبعا أتمنى لكل النجاح لكن بقاعد باتفرج وأنا يعني على أعصابي برضو عايز أشوف الدخلية لا الدخلية عامل ماتشو حلوة جدا صحيح يعني قدام الزمالك تبتلعب نادي كبير عامل ماتشو حلو جدا النهاردة لا المهاردة يكسب يكسب عادي عامل مع سراميكا الماتشو اللي رائبته سراميكا بقى لو تشوف كم اللعي أكتر طبعا فرقة في مصر ده عامة السنان صحيح سراميكا بيلعبها وأكتر من نده عامل ماتشو كويس قوي متعادل معها فلأ الناس برضو برة حاسة بالموضوع ده وشايفها شايفة أنه فيه مجهود عشان كده أنا بحني بحي إدارة الدخلية عشيش أنهم اتفقوا وزبطوا أمورهم وإدارة الدخلية قالت لكابتر ريدا دي إمكانيات دي إمكانياتنا مش هنقدم نعلم عن كده وكابتر ريدا قال لهم طب يبقى هنستنى بعد الأسبوع الخامس أو السادس بالفعل الأمور أصبحت جيدة ودعم وفي ظهره ومكمل إن شاء الله بإذن الله وكابتر ريدا أعتقد أنت المباراة اللي جاي عندك حرس الحدود على ما أتذكر مباراة صعبة دي برضو خلي بالك لأنه حرس الحدود كابتر أيوب عامل شغل كويس جدا مع فريقه طبعا المباراة صعبة بص يا بص يا الدوري الدوري كله صحب ما بقاش فيه مطشاط سهلة الدوري خلاص ولكن إحنا عندنا خمس مطشاط اللي وراء بعض دول مهمين جدا جدا ليه بنسبة كثائين في المية هيخلي شكلك إيه أو إنت رايح فيه صح صح عندك ما أولين عندك حرس حدود عندنا أسوان عندنا السرق اللي هي معنا أو في الزون بتاعنا إحنا نقدر نروح ونجي معنا أوكي فمهمة جدا المطشاط دي بالنسبة ومهمة أو أنك تبدأ بقى يعني فضل أربع مباراة على الدور الأولاني فمهم أن نتفنش الدور الأولاني كويس عشان تعرف الدور التاني بيبقى فيه الضغط عامل إزاي بقى فصة تانية خالص فصة تانية خالص أنا الحقيقة حبيت أن احنا نتكلمك يا رضو عشان نحييك على هذا الأداء الرائع مش ماتش الزمالك بس ولكن الفترة الأخيرة أو الأربع خمس ست متشاط الأخيرة على هذا الأداء الرائع ويعني إن شاء الله ربنا يكرمك وتعمل عينه حلوة جدا رضا كابتر عامل فرقة يعني معظم الأسماء اللي موجودة كلها أسماء يا ناشئين يا أسماء يعني أقل نجومية شوية من ناس كتير لكن في النهاية عامل فرقة جيدة جدا فنتمنى لك يا رب كل التوفيق يا كابتر رضا واللي جاي دايما يكون أفضل لك شكرا جزيلا نجمع على وبيدك معنا شكرا جزيلا كابتر رضا شحتة زي ما قلت رحضر لك هي المباريات كلها صعبة يا كابتر طبعا يعني الداخلية بحرص الحدود يعني الداخلية وحرص الحدود ده أنا بقولك هيبقى ماتش حلو قوي أيو صحيح والله يعني النهاردة اللي قاعد يتفرج على ماتش الداخلية والبنك الأهلي هيقولك ماتش مقفول وما فيوش جوان كابتر حلمي هيقفل وكابتر رضا هيبقى تعادل مع الزمالك وعمل ماتش كويس هيبقى خايف صحيح لا الماتش كان حلو قوي أيو الحقيقة زي ما قال رضا النقطة مهمة تكلمنا فيها قبل كده السنة دي ما فيش مباراة سهلة كله عنده طموح كله عايز يجمع نقط طبعا قبل الدور التاني وقبل يخش في المعمع فالمبارات صعبة لأول مرة تحس إن فيه فرق كتيرة مش عارفت المبارات مش عارف ميلي هكسب أو بتقول لا الماتش ده ممكن فنان يكسب لا ما تعرفش بالغاية آخر لحظة وآخر دي الناس بتلعب وبتكافح وبتعمل موجود كبير فلا يعني يعني الدور السنة دي صعب صعب عموما نتمنى لكل الفرق التوفيق خلال الفترة اللي جاب عين على الناد الأهلي طبعا وهم بيلعبوا الناد الأهلي لا الحقيقة كابتن التقليل هو بيقول قال الفرق أربع نقاط ده كان قبل طبعا مبارات النهاردة لغاية لما نشوف اللي حيحصل لسه كمان في مبارات بكرة أو قبل مبارات النهاردة لغاية لما نشوف النهد الأهلي حيعمل إيه بكرة إن شاء الله طيب مباراة صعبة مباراة مهمة الكل ينتظر هذه المباراة مباراة الأهلي والمصر أنا بس قبل ما أتكلم في مباراة بكرة عايز علق على حاجة سمعتها على كابتن أيمان الرمادي وأسوان تفضل يعني الكلام بيبقى موجه لمجلس إدارة أسوان من النادر قوي أنك تلاقي مدرب عمل نتائج كويسة وعمل أداء كويس وعمل فرقة محترمة جدا وماشي كويس فأنت لازم تساعده وتحاول تعمل نوع من الدعم كامل للمدرب لأنه ممكن لقد در الله ومشي تلاقي الفرقة راحت فيه حتى تاني وإذا كان فيه يعني كابتن أيمان بقى بقوله إذا كان فيه يعني حاجة بالنسبة للعيبة فالعيبة برضو لازم تضحي شوية لأنه هم بيكسبوا وعملين نتائج كويسة وممكن يوصلوا لمنطقة كويسة دي هتفرق معهم بعد كده سواء حد فيهم كمل أو حد فيهم اتاخد منتخب لأنه طبعا المنتخب دايما بيبص ليه الأندية اللي فيها مكسب وفيها داء وفيها مستوى كويس وممكن لو حد فيهم عقده خلص ممكن السنة اللي بعدها برضو يجيلوا حاجة كويسة طبعا فهو الفترة دي لأنه هم معظمهم برضو لعيبة لسه صغيرة نعم ومش معروفين صح فيكملوا في الحتة دي إذا كان يعني فيه بعض الحاجات لأنه واضح نعمور مادية يعني آه طبعا لاحة لكن في النهاية هو المحافظ نهاردة اكتمع بمجلس إدارة ندرسوان واكتمع بكابتن أيمان رمادي وعد بحل اللي يقدر يعني طبعا حداك عارف بتبقى وعده أمور صعبة لكن في النهاية إمكانيات زي ما قلنا أسوان واحد من أهم وأفضل وأجمد وأحسن ناس طبعا تعرف أسلام يعني يعني مفيش فرق من الصعيد بخلاف طبعا المينيا زمان أيام نحن نحن كان هو الموصل الوحيد صحيح واختفى الصعيد لفترة كبيرة دلوقتي بيرجع متمثل في أسوان بشكل رائع وبشكل رائع فيعني دي حتة غالية علينا وإحنا كمان بصراحة اتفرجنا على أداء حلو فرق حلو بكرة حلو فإحنا عايزين فرق زي دي تبقى في الدوري يعني بالأداء كويس وبالمباراة الحلوة اللي بتعملها وجمهيرية إنت لو الجمهور دلوقتي يسمحوا بعدد أكبر من الجمهور أستاذها يتميلي أسوان ده في كل مطشط أسوان وحتلهم راحوا برضو وراف أي حتة حتى لو مش على أرضهم يعني طبعا فأنا أتمنى أنها تمشي يعني العملية كويسة رب إن شاء الله هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن النادي الأهلي ومباراته غدا أمام النادي المصري أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين مباراة مهمة مباراة صعبة كيف ترى هذه المباراة مباراة الأهلي والمصري مباراة صعبة جدا صحيح المباراة تلاتة بونت زيها زي أي مباراة بتلعبها إنما المباراة دي واحدة طابع تاني طبعا دربيات من زمان ومباراة كلاسيكية في الدور العام نعم بين فرقتين لهم تاريخ كبير نادي المصري له تاريخ كبير ودايما مباراةه مع النادي الأهلي سواء هنا في القاهرة أو في برسعيد أو في أي حتة بيبقى لها طابع صعب وحماسي زيد على كده بقى وجود حسام إبراهيم طبعا بيبقى طبعا وضع تاني أولا بيلعبوا قدام النادي الأهلي يهمهم يعملوا نتائج كبيرة مع النادي الأهلي طموحهم عالي جدا دايما مع أي فرقة أي أن كان إمكانياتها إنه وصلوا بيها لأبعد حتة بصين طبعا للمربع الزهبي زي قبل كده ما مسكوا أي فرقة بيمسكوها يعني نعم بيجيديوا طبعا تأهيل الفريق وبيدولوا طبعا قدر كبير من الحماس إنه هو يأدي بروح قتالية كبيرة جدا جدا موجود معهم على الخطة على طول حسام في كل كرة وكل لعبة مباراة صعبة جدا جدا لأن مصري دلوقتي كمان بيضم مجموعة لعبة كويسة يعني أستاذ كامل أبو علي برضو يعني عامل تدعمات وجايب لعبة كويسة ماشيين الفترة الأخيرة دي كمان كويس كذبانين الاتحاد المباراة الأخيرة المكسب طبعا يدهم الثقة ويدهم طموح إنه هم يعملوا نتائج كويسة عاملين حسابهم لقدروا لو حصل مكسب ولا حاجة إنه هم يروحوا لأبعد من كده اللي أنت عارف الفرق في المنطقة دي بين الفرق والفرق قليل قوي مباراة مكسب بتعديك مركزين تلاتة فهي مباراة صعبة في الجانب الثاني النادي الأهلي زي ما أقول لك النهاردة المباريات تعادلات بين الفرق اللي هي اللي فوق خسرين ابنات مكسبوا بكرة يبعدوا إن شاء الله بسبعة بمطة عن أقرب المنافسين أو المنافس التقليدي فلازم بقى فيه نوع من التركيز واستغلال الفرص المباراة ما تتسبش للنهاية لازم من بدري النادي الأهلي لما بيكسب من بدري ممكن يكسب أكتر من هذا ويحافظ إنما المباراة تفضل متعلقة للآخر دي صعبة عايزين نستفيد كمان من أخطاء السنة اللي فاتت إنك بتبقى نازل المباراة وحاس مثلا إنك ممكن تكسب وتلاقي نفسك جون فيك في الآخر سواء تعادل أو مكسب فدي لازم النادي الأهلي يحط في دماغه إنه بيقابل منافس عنيد لازم من بدري الراجل يلعب ضاغط من بدري على الفرقة عشان يحسس كمان الفرقة التانية أو فرقة المصري إنه نازل يكسب مفيش ظهر في الموضوع ده لأن كل دقيقة فيها تعادل أو فيها يعني لعب كويس من النادي المصري أو استحواز أو كده بتزود الثقة بتاعته إنما أنت لو من البداية ضغطت عليه وأحرصت هدف هتفرق معك كثير جدا جدا هتلعب بأريحية هتقدر الفرص اللي بيجي لك وإنت كسبان أسلام بيبقى سهل على العيب إنه يحطها كده ما يفكرش أكثر من تفكير أو بلغة الكرة عايز يضمنها لا ده أنا بحطها ممكن تيجي فلازم يبقى فيه ضغط جامد جدا يبقى فيه تركيز كامل من البداية مفتاح المباراة دي في أول ربع ساعة أو تلت ساعة النادي الأهلي لازم من البداية يقول لك يبقى حريص ويحسس المنافس إنه إن شاء الله حيكسب يعني المباريات دي دايما بتبقى صعبة هل المصري حيلعب على يقف ويلعب على الهجمات المرتدة هل النادي الأهلي اللي هيعمل كده يعني كيف يمكن أن ترى بداية المباراة حتى أنا متخيل من أسلوب حسام حسن ودايما ثقته الكبيرة في نفسه وثقته في اللعيبة بتاعته إنه هو هيلعب ضغط من البداية المباراة طبعا المفروض إنها بتاعته المصري هيلعب ضغط من البداية على أساس برضو يعني ما يديش للنادي الأهلي اللي استحواز يستفيد ممكن من أي أخطاء من خلال الضغط اللي بيحصل يحسس برضو النادي الأهلي ما أنت بتتكلم بفكر المدرب التاني يعني هو برضو عايز من البداية يقول النادي الأهلي أنا مش لقم طرية أنا من البداية هلعب ضغط عليك هستفيد زي بقولك من الأخطاء عنده قدرة وعنده لعيبة ممكن تعمل الكلام ده وتعمل الفارق معاه عنده اللعيب الجلاسي اللعيب هاي هاي اللعيب كويس جدا جدا فهي مباراة صعبة ومباراة مروان حمدي الحياة برضو رأس حربة بيمر بفترة كويسة كويسة ومحطة وراجل هداف فانت في كل خط في لعيبة كويسة يعني مجموعة لعيبة كويسة ومعاهم مدرب كويس صحيح فانت لازم تحط أطبار جامد للموضوع ده زي ما اتفقنا وده الأهم برضو ان احنا واخدين المرحلة اللي هي الصعبة او بالناس بالنادي الأهل خلال الفترة اللي جاية ان المرحلة دي صعبة بنلعب ماتش ماتش المكسب بيجيب مكسب عايزين نوصل التارجد بتاعنا خلال كم مباراة اللي هي قبل كاس عالم للأندية انك تكون كسبان المباراة بتاعتك وفارق عن المنافس وحيساعد كمان ده خلي بالك في في كاس العالم الأندية برضو في طلب انا طبعا ده من وجهة نظري الشخصية مالوش علاقة بأي حاجة لان طبعا المدير الفني هو يعني العارف الفرقة بتاعته وعارف امكانات اللعيبة انا نفسي خلال الفترة اللي جاية دي بعيد عن الاصابات وبعيد عن الاقافات او الطرد او لقدر لا اي حاجة يبقى فيه نوع من تثبيت التشكيل شوية لان انت محتاج برضو عشان توصل لكاس العالم الأندية تبقى عندك هيكل فرقة ثابت في اكثر 70% الجزء الهجومي بس هو اللي بيبقى فيه التغيير شوية وده مهم لان هو ده صاحب الاهداف برغم ان احنا شفنا الفترة الاخيرة اللي بيجيب الاهداف هم لعبة نص الملعب نعم انما ما ننكرش ان الدور الرئيسي بتاع الفراو ده ومش رأس الحربة بس الاطراف دلوقتي مش شرط رأس الحربة اللي بيجي بيجيب اهداف الاطراف دي مهمة جدا جدا انها تحرز اهداف فانا عايز اقولك ان يعني لازم بقى فيه نوع نوع من التثبيت الى حد ما عشان يديك برضو نوع من الانسجام اكتر النوع الانسجام اكتر ده بيسهل المأمورية في حاجات كتير وبيدي شكل اداء احسن يعني احنا الحمد لله دلوقتي فرقين ابناط عندك دلوقتي انت عايز بقى تكسب وبيبقى اداء عشان يطمن جماهيرك خلال الفترة اللي جاية وخلال ان شاء الله التارجل الاساسي اللي هو كاس على المنديل الناحية الهجومية بقى عند النادي المصري ايضا بتمر بفترة جيدة احنا عندنا الحمد لله الفرقة كلها يعني مشي بخطوات جيدة جدا جدا عندك تلت صفقات قبل ما اسألك عن ناحية الهجومية هل من الممكن ان نرى حد من التلت صفقات بكرة يعني انا بستبعدها شوية لان طبعا لسه ما بقلهمش حاجة ده مثلا احنا على اسبوع مثلا او اربع خمس ايام او مثلا التعاقدات فما ينفعش ناس جاية من بره خالص حتى وان كان مستوى كويس انها تبدأ المبرى ممكن يحط بعض الناس في على دكة الاحتياط تحسبا لو يعني انا بقول لو مثلا حصل نتيجة كويسة من البداية يقدر يدي برضو فرصة لحد يشارك عشان برضو ياخد احساس الملعب مع الفرقة الجديدة بالنسبة له انما عشان يبتدي بالناس دي طبعا صعب لسه ما اروش فكره لسه برضو ما فيش انسجام مع هو القضرة انا عكسك في الرايي انت عايز يدخلهم على فوق خلاص الناس دخلت الفرقة واصبحوا لعبين في النادي القالي وبالتالي هو طبعا في الاخر يختار ما يرى مناسبة للفرقة هو قضرة مني ومن حضرتك ان هو اللي شايف الناس قدامه انت عارف الفكرة في ايه؟ الفكرة برضو ان لما بيجيب لعيبة من برا طبعا لازم يكونوا على مستوى عالي وده الاكيد انهم على مستوى عالي انك كيفية تقديم اللعيب يعني دي برضو بتفرق مباراة اصلاحة صعبة مباراة حمسية ممكن وجهة نظر يعني هي مدارس اسلام في الموضوع ده صح وده صح فهو الاختيار زي ما بتقول انت لنا ولا انت انا اتذكر كابتن حشام البادري لما كان مدير فن ما كان يجيب صفقة كان بيقعوا تلاتة اربع خمس مطشط ميلعبوش بالزبع فكرة الناس بتقولوا طب انت ما بتلعبهمش ليه موسيباني العكس لما بيجيب صفقة بيلعبها جزئة ايامكو بقى كم يعملين كده برضو كان برضو يقد 90% اه اه يبقى ازاي بقولك هي مدارس كل واحد ومدرسته هي مدارس وهو طبعا له الحق الاصيل في كده وهو شايف كمان لانه ممكن برضو في بعض اللعيبة فيهم مش جاهز بدنيا لان انت عارب برضو يا فترات الانتقال لما اللعب بينوي ان هو خلاص رايح فرقة تانية بتلاقيه برضو ايه رايح شوية في فرقته ممكن ما يكونش بيلعب مثلا في فرقته ممكن رايح او مشغولة بتعاقد هروح هنا ولا هروح هنا فدي برضو بتأثر فنازم ياخد وقته الكافي ده رأيه طبعا الشخصية اه طيب الناحية الهجومية للنادي المصري اكثر ما تميز النادي المصري عنطر لما موجود بها بشغل جواس جدا فبالتالي مجموعة هجومية جيدة ومن وراهم اتنين في وسط الملعب جيدين جدا وبالتالي هيا فرقة جيدة لمادي المصري اه الاختر واحد فيهم زي بقولك اسلام الجلاسي لانه هو بلاي ميكر ومفتاح لعب الفرقة كلها يعني انا بشوف ان في اغلب الاوات لما الدنيا بتقفل دايما بيبصوله الكورة عشان هو اللي عنده الحلول بيرقص بسرعته ونادر يعني انك تلاقي لعيب بيرقص بسرعته وبيعدي بيجيد التمريرات بيسدد من بعيد بياخد الكرة ويروح كمان بيكمل في الحتة دي فهو طبيعة لعبه مميزة الحقيقة فاعتقد ان الراجل ده لو لو تحط العين عليه من على حسب الطريقة اللي طبعا كلر هلعب بيها سواء يقرب منه لعيب دايما يبقى ملازمه لان في بعض المدارس برضو تقول لك انا شل حركة المفتاح اللعب ده خلاص اللعبة وقفت او بيبقى فيه واجبات للزون يعني لو راح في حتة يبقى حد دايما قريب منه عشان ما يلبش بالكرة او يلعب كذلك برضو مطالب الديفنسة عندنا ياخد بالهم التمريرات لان هو تمريراته الحقيقة الكويسة وشوفنا اكتر من هدف كمان هو يجيد الحتة دي وعنده لعيبة بتجري كتير وسرعات قدام فالحتتين دول لو النادي الاهلي عارف يسيطر عليهم اعتقد بإذن الله ما تشح سهل عموما ان شاء الله تبقى مباراة جيدة وان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز فيه هذه المباراة الصعبة واللي كل جمهور النادي الاهلي ينتظر ان يرى اداء جيدة النتيجة دي دايما بتبقى بتاعت ربنا طبعا في النهاية هي مباراة صعبة مباراة لها حساباتها الخاصة دايما في مثل هذه المباراة الحسابات بتبقى مختلفة يعني كابتن حسام معروف طريقته معروف اسلوبه من ناحية تكتيكية طبعا مدارب كبير وكل حاجة ولكن ايضا على الجانب الحماسي بيدي حماسة كبيرة جدا جدا للعابين دي مميزاته دي اكتر حاجة لان انت عارف اللعيب برضو الشارع والمصري بالتحديد العمل النفسي بيفرمها قوي يعني عملية الدافع والحماس والتأهيل النفسي ده يعني في الكرة احنا عارفين بتفرم معي العيب غير ان انت تبقى نازل يعني قلان او مش وثق في نفسك او خايف لا فهو حسام بيدي الثقة للعيبة بتاعته بيبقى وراهم بيحفزهم دايما حتى اثناء المباراة مش قبل المطش يعني هو كمان من مدربين اللي على طول بيحمس اللعيبة في حتى في الماتش على الخط على طول بيتحرك يعني في بعض المدربين بتلاقي هادي ما بيطلعش بقى لما يحس في خلل معين هي مدارس هو من نوع اللي كله كرة بيتكلم فيها وبيحمس اللعيبة ومعاها على الخط يعني هو ناقص حسام انه ويلبس ويلبس لالعب انا في بعض المتشات اخس شوي انت خلل اسلام في بعض المتشات بتبقى الحكم الرابع عليه عبء كبير او لما يبقى حسام موجود فانه ممكن يخرج برا المنطقة هو مش حاس هو بيمشي مع الكرة من كتر اندماجه وتركيزه مع لعبته وتركيزه في الملعب فزي ما بيقولك انا مش عايز لعبة النادي الاهلي تبقى اقل حماس من لعبة المصري في مبراه لان طموحات النادي الاهلي مهما كان طموحات المصري فطموحات النادي الاهلي اكبر وشوفناها الفترة الاخيرة الفترة اللي فاتت لعبة النادي الاهلي الحقيقة تؤدي لناحية الفنية بشكل جيد جدا ولكن اللي كان دايما جمهور بينده بيه هو اروح الفنية للحمرة اعتقد بأنه مباراتين تلاتة الحمد لله والشكر اللعيبة كلها مركزة الحمد لله وكله بيموت نفسه في الملعب محتاجين منهم المزيد وانا متأكد ان بكرا ان شاء الله برضو الجمهير بتاعتنا الوفية الجامدة هتبقى موجودة وهتحمس احنا بنتكلم انا جالي مثلا خمسة ستة ميسجز من صحابي بيقولولي مبروك الدوري والله خمسة ستة من صحابي منهم اربعة او خمسة ما بيشجعوش الاهلي واللي بيشجع الاهلي ده بيثبتوك اللي بيثبتوك اه بيثبت كيف اللي هو حالة الطمأنينة اللي عايز بعد ما اللي يشجع عند الاهلي يقولها للجمهور او يوصلها للجمهور ولللعبين ام ماينفعش ان احنا ناخد الكلام ده احنا كلعيبة او كأمور طبعا المفروض لعيب النادي الاهلي بيلغي اللي فات على طول بيعتبر نفسه ان دي مباراة مصرية بالنسباله يعني بيعتبر ان المباراة دي نهاية الدوري هي اللي متوقف عليها البطولة وده اللي لازم كلام يتقال لان مكسب بيجيب مكسب ثقة بيجيب ثقة فلازم ان هو يحط في دماغه مشانا كسبان وخلاص ماشي اول وفيه فرق نقاط وفيه كذا كذا تعمل نوع من انواع الاسترخاء شوية لا لازم يتنبه على اللعيبة وهم طبعا لعيبة جوار وعندهم خبرات وحسوا بقى بزعل الجمهور في بعض الاحيان وبرغم زعل الجمهور وكان مساند جدا جدا وشوف بقى لما كسبوا الجمهور كان فرحان الزاو الفرحة اللي كانت على الجمهور والفرحة بقى كمان بتاعت اللعيبة ان انا رجعت لي الثقة في نفسي وشوفنا المباراة الاخيرة وديانجي الجواني اللي جابها والسلية لما يحرزها هدفين وقفشة يعني الثقة رجعت انت ما عندكش حجة دلوقتي انت عندك الثقة وعندك المكسب وعندك الطموح وعندك الناس كلها وقفة في ظهرك وكل الناس وقفة في ظهرك وقربت كمان من التارجد بتاعنا زي بقول بلان انا بعيد وزيد اللي هو بتاع كنسة العالم الاندية فانت حط الكلام ده كله في دماغك مفيش فرقة هتوفق قدامك لعيب على اعلى مستوى اكبر جمهور بيشجعك دعم كبير جدا من الادارة مدرب واجهزة على اعلى مستوى كل حاجة متوفرة لايحة كويسة عقود كويسة انت عايزين يعني انت فاهم ازاي الدور بقى عليك لان انت اللي بترجم الكلام ده كله بترجم تعب الادارة معاك بترجم تعب المدرب معاك بترجم تعب الجمهور والمشوار اللي هياخدوه بكرة ويروحو يتفرجو على المباراة كل ده انت بترجمه كلعيب فما تبوص النجاحات اللي حواليك انت زود واكد النجاح ده وكل ما بتسهل على نفسك وبتبعد سهتسهل على نفسك كمان الدور التاني لو رجعت هيبقى فيه مطشات مضغوطة وبتأجلك مطشات او كذا او كذا او كذا طبعا فانت ما تحطش نفسك بقى في مرحلة الاجهات تاني انت خلص من بدري افرق من بدري وركز وان شاء الله خير يعني برضو اكتب معها عشان الناس بس ما تفهمش ان الفرق ده لأ الدوري ما بيخلص غير معها اخر حاجة لما يبقى الفرق يخلي نادي الاهلي ولا ما يخليش حد ورا نادي الاهلي بالضبط ان الفترة اللي تبقى فضلة ما تجيبش الفرق ده حتى لو حصل خسارة صحيح وبعدين الدنيا علمتنا وكرة علمتنا وهم تعلموا كل حاجة ما تشيل خسارة بستة بنت همّ أنت فهمي ازاي ف ومفيش حاجة غريبة في الكورة كرة بقدمة تخون شيء مش حاجة غريبة في الكورة ж فكل الكلام ده المفروض اللعيبة عاً عندها من الخبرات وعندها من الواعي انها وعندها من التجارب ودي الاهم و التجارب القريبة ان لا've ما فيش استهانه مافيش حاسمها نفارق ما فيش كلام من ده الماتش ب linها الماتش ب 3 بنت ماتش ب 3 صحيح المصري ب 31 اصوان大وام كل المتشارات كده بس احنا بيختلف المباريات في نوع الخصم اللي بيبقى ضدك وعنده ولو ان كل الفرق بيتيجوا قدامنا بتبقى عنيدة المتشارات كلها بتبقى صعبة والمتشارات كلها الحقيقة دوري السنة دي دوري جيد نتمنى انه هو يبدل بدأ الشكر وان تظل العدلة التحكمية او يبقى فيه دائما عدلة تحكمية في كل المباريات ودي الاهم عدلة التحكمية دي مهمة جدا زي ما كنا لسه بتكلم معرضة الموقف الواحد مع اي فرقة من اي حكم لازم هو هو ومع ذلك انا وجد نظري ان الفترة دي قد تكون نسبة التحكم افضل سنة حتى الان معرفش على الموقف تقل الفترة اللي جاية محدش عارف المفروض انها زيب السنة اللي فاته كانوا دائما انا وجد نظري اسوأ سنين التحكم في مصر من البداية للنهاية من البداية للنهاية فهم يستغلوا برضو الدفع ان هم كويسين وفي رضا لحد ما عن حتى الان اكابتن ما هو ممكن بكرة بس فاحنا بنقول ان نستمروا على كده عشان برضو هنبقى في ظهروكو بالزبط يعني احنا هنبقى في ظهروكو برضو صحية بس بشرط نحس بالعدالة ايا كانت حتى يعني لو نتائجنا وحشة بس في عدل هنفضل في ظهروكو وده اللي بنقول على طول اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى ازاي المشاهدين خلوني ارحب يدوفي في هذه الفقرة احمد مجد ازاكا بحمد ازاكا كابتن احمد جمال ازاكا محمد ازاكا كابتن كله كويس اجيه لكنا دلوقتي عشان ايه نتكلم عن التحكيم مع بعض لان انا وانت ادويته في الموضوع ده ادويته في الموضوع ده ماشي ازاكا بحمد ازاكا كابتن كله كويس ماشي الاهلي والمصري مباراة صعبة مباراة مهمة رأيك في هذه المباراة يعني انا بشوف ان بيبقى فيه احيانا كابتن بعض المحطات في اي مشوار اي فريق عايز يتوج بالبطولة بتكون فاصلة لطبيعة الخصم والوقتها في الجدول فالوقت ده المنافس اللي هو المنافس المباشر على المدى الطويل اللي هو الندس الزمالك بيتعصر النار ده مع الاتحاد وفيه فرصة لتوسيل فارق لسابع نقاط معاه وست نقاط وست نقاط مع المنافس الحالي اللي هو فيوتشر في المركز التاني وانك تفرق فعلا بفرق معقول من النقاط قبل ما يعني توسع الفارق اكتر قبل السفر لكاس العالم اللي عنده ان شاء الله ما اطلع فبراير كل دي مكاسب بوابتها ماتش المصري ماتش المصري معقد مش عشان اي شيء فني لان انا الاهلي مطمئن فنيا في القاونة الاخيرة او بالذات في الماتشين الاخار وماتش امبي على وجه التحدي ماتش پيراملز وماتش امبي طمأنه الجماهير وطمأنهنا كمتخصصين بشكل كبير يا كابتن بس الشحنة اللي ممكن يحملها الماتش في الملعة بقصد يعني بين يعني طبيعة الفرة اللي بدربك كابتن حسان طريقة الكابتن حسان طريقة الكابتن حسان اللي بتصعب المسائل على اي خصم مش عالاهلي بس مع الاهلي بشكل خاص كفريق بأفضل صوب ممكن وده شيء يعني ما نقدرش نلوم الكابتن حسان عليه بس نتمنى ان احنا عندنا سنريوهات فنية جاهزة لاستيعاب كل الشحنة لكابتن حسان هيدال لعبة المصري قبل المباراة جيمي بس يا كابتن في البداية اكيد ده مباراة صعبة مباراة قوية لكن نادل اهلي الفترة دي محتاج كل تلات نقاط عشان يقدر ان هو يحافظ على صدرات الجدول وكمان يبعد بشكل كبير يمكن مباراة المصري مباراة فرقة مباراة ان انت لو خدت تلات نقاط تبقى توصل على تلاتة وتلاتين نقطة الزمالك بعد التعادل طبعا قدام الاتحاد قابلها متعادل قدام الداخلية قابلها خسران قدام أسوان في يوتشار ماشي بنتائج كويسة وموجود في المركز التاني ولكن سيظل الاهلي والزمالك هم المنافسين على اللقب ولكن الاهلي عنده فرصة جيدة جدا ويبعد بالصدارة بشكل كبير عنده كمان مباراة الزمالك بعد مباراة سموح على طول في الكاس فلو قدر كمان يفوس بثلات نقاط على نت الزمالك هيكون قاتل المنافسة بشكل كبير جدا من بدري بحيث انه روح كاس العالم مرتاح بشكل كبير جدا يكون كمان استفاد من الفترة اللي فات الاهلي عنده إصابات بشكل كبير جدا عنده كمان كان في فترة كده حصل وجوم بشكل كبير جدا على ندر الاهلي انا مش عارف ليه بصراحة طبيعي فريق في الدنيا يتعادل مباراةين يخسر مباراة الاهلي الحد لا تنمخسرش في طولة الدور يتعادل مباراةين وراء بعض الدنيا كلها يمكن قامت ومعادتش على أمارسيل كولر وعلى النادي الآله ولكن النادي الآله مباراة بيرامدز كان ظهر بشكل ممتاز جدا مباراة امبي ظهر بشكل يمكن افضل كمان من مباراة بيرامدز بكرة مباراة المصري يمكن المصري في الفترة الحالية في كلام بشكل كبير جدا مجازل فان انه محتاج صفقات محتاج لعيبة بشوف الكابتر بريم حسن على طول في كل اللقاءات وتلفزيونها بيتكلم ان المصري محتاج لعيبة جديدة تكون في شهر يناير محتاج من 6 إلى 7 صفقات ده يقولك ان المصري اكيد بيعاني بس مش بيعاني على مستوى خط الهجوم هو بيعاني على مستوى خط الدفاع والوسط لكن خط الهجوم النادي المصري عنده لعيبة كويسة سواء جلاصي او دغموم او حتى مروان حمدي او حتى جريندو لكن نادي الاهلي بكرة عنده برضو العناصر اللي تقدر تخلص المباراة من بدري او تقدر تخليه فوز من بدري بالزاد في خط الهجوم الخاص بالنادي الاهلي لو تبصيت على النادي الاهلي الفترة اللي فاتت ماشي بشكل يمكن خط الوسط فيه بشكل زيادات بشكل كبير جدا في مباراة طبعا بيرامدز كان عمر السلاية ونجم المباراة في مباراة ام بي كان يمكن ديانجي كمان بشوفه هو كان افضل عيب المباراة فيه تكملة وزيادة مع سلاسي حسين الشحات وعبدالقادر وافشة كمان بيقدر يكمل الزيادة دي فانا بشوف انها مباراة يمكن يمكن الاهلي اكيد بشكل كبير جدا هو الاقرب ولكن الاهلي يمكن كمان يقدر يخلصها في اشيط الاول مباراة لو قدر يستغل العمق الدفاع الخاص بالنادي المصري طيب صفقات الندلال بشوف انه صفقات الى حد ما يعني مرضية في الوقت الراهن يعني صفقة خلد عبدالفتاح يعني لو جينا نشوف على مستوى البكريد في مصر مين افضل المتاحين حاليا فعلا من دور المصر تقدر تنتدبه عشان يصد الفراغ اللي هيخلفه اكرم توفيقه وكريم فؤاد اعتقد ان خلد عبدالفتاح ممكن يكون افضل عنصر خلد عبدالفتاح عنده الحتة فعلا يعني اللي استمنى البدنية العالية يعني خلد عبدالفتاح مستو انه هو يقدر يطعلك مسافات كبيرة يقدر يسند وراء وقدام عنده ده بالضبط بالضبط يا كابتن والشغل اللي مارسيل كولر عمله عهاني بالذات من بعد اصابة اكرم توفيق بيوضح ان الرجل ده ليه افكار مختلفة عند الازراء من المراكز يا كابتن اللي بتعرف منها افكار المدرب فعلا تحكمه في الظهير يعني تحكمه في الظهير وعلاقة الظهير بنص الملعب انا بعتبر دي من الحاجات اللي بتباين مدرب عن التاني فاعتقد ان خلد عبدالفتاح عنده فرصة جيدة جدا انا مقدرش اتكلم بوضوح على صفقة محمد الضاوي كريستو من الناحية الفرنية الدنيا مبشرة طبعا يعني كل ما رأيناه عن الراجل مبشر جدا ولكن خلينا اقول انه الليفل اللي كان بيلعب فيه حتى في الدور التونسي انا بقول ان التيمبو وهي لابي جدا في مصر ليفل التطلعات ليفل الضغوطات كل حاجة كل حاجة هتعلى انا اعتقد ان كولر من نوعية المدربين اللي مش هتديله من بدري 45 دقيقة حتى ولا 30 دقيقة فانا شايف انه انصهاره في الفريق لعشر مطشاط مثلا قدام واحدة واحدة بحيث يتعود لان حتى في النجم السحرية كابتن كل حصيلت الضاوي محليا حوالي 8 او 9 مطشاط واجب فيهم 5 اهداف وهدف في كاس تونس اعتقد انه الراجل محتاج اساسا يعني هو قال اهلي احسن فعلا بالصفقة دي لو فنيا شايف ان ده شيء مبشر ولكن احنا محتاجين فعلا مرسل كولر يشتغل على الضاوي شغل مختلف بالنسبة لمروان مروان عطية انا شايف انه وقت جايد جدا في نص الملعب السنة اللي فاتح كان قايل امارات كتيرة جدا انه هو لعب ممتاز 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 عنده القوة البدنية ميزة مروان عطية دولا عن كل اللعاب اللي في خط النص عندنا انه يلعب ستة وتمانية انه يقدر يلعب ستة ويقدر يلعب تمانية ومن نفس المستوى اه يعني يقدر يلعب ستة ويقدر يلعب تمانية عنده هو شغل كتير اوي يقدر يقوله لنا في الملعب ويقدر يقولنا انه هو اللي كان بيعمله في الاتحاد او السقة اللي اتمنحت له في الاتحاد يقدر يقدر يقدمها ومسل النادي الأهلي ومسل النادي الأهلي ولكن هو عنده الستة والثمانية دي والراجل مش لاقي لعيب نوعي يقدمها له حتى هو أفكار واضحة أنه عايز لعيبة النص دايما يكون عندها الحلول لأنه حتى الآن ملاقاش توليفة هجومية قادرة على إحراز عدد كبير من الأداف دي مسؤوليته ومسؤولية اللعيبة في نفس الوقت ولكن خط النص عنده حل أساسي فاللعيب اللي بيوفر له أن يلعب ستة وتمانية ده أولاً بيريح له واحد من الثلاثة لازم يريح له واحد من الثلاثة حتى لو افترضنا نمرونا عطيه أخد عشرين ديئة في كل ماتش هيأخد جزء من شود تاني في كل ماتش معنا أنه أنت هتمقى فرش دايماً فرصة الإصابة أقل كل اللعيبة المهمة عندك وهو المطلوب بالضبط حمدي والسولية وديانج هيكون عندهم فرصة كويسة أنهم يلعبوا على اللونجران فأعتقد أن لا يعني استفقات من حيث الـ ممتازة جداً من حيث الاختيارات ممتازة جداً ده تبقى مسؤولية كبيرة على اللعيبة وعلى مرسل كولر علشان يحققوا التوليفة دي جيمي برضو أسمع رأيك في الصفات بص عجبت الأول أهلي لحد الآن بيجيب احتياجاته الفنية قبل كاس العلم أكيد كاس العلم الأندية يمكن طرق على النادي الأهلي فالنادي الأهلي برضو كان أكيد هيجيب صفقات ولكن اللي كان فيه برضو الموضوع أكتر بشكل كبير جداً والاختيارات تكون بالشكل ده وأنا فيه حاجتين عاوز أشيط بهم بصراحة الحاجة الأولانية أن النادي الأهلي أرجع جميع الصفقات لشهر يناير بسبب طبعاً برضو تفكير عبقري وجهة نظري بصراحة عدم وجود جهاز فني عدم وجود جهاز فني وسانياً أن أنت مجموعة اللاعبين اللي أنت بقالهم ثلاث سنين بيجيبولك كل حاجة في معادة دوري بيجيبولك كل حاجة لو فرقشت الفرقة تخسره بالضبط كده فأنت بالتالي إديتهم راحة شفتهم خليت المدرب يشوفهم وبعد كده اللي أنت جيبته المدير الفني الجديد اللي أنت جيبته ساعتها شافهم وبعد كده قال إن هم لازم يكملوا بدليلهم ما فيش حد منهم طلع باللغة دلوقتي خلي بالك هيكملوا ونجيب عليهم ناس زيادة تزودنا وتخلينا أكثر إضافات هذه الحاجة اللي أقولنا يا كابتن اللي لازم فيه إشارة لمجلس للدارة في الاختيار ده أنك أنت اخترت الوقت المناسب أنك تتعاقد مع صفقات جديدة ويمكن جات لك كمان فيه أنك أنت بتلعب في كاس العالم الأندال المرة الثالثة على التوالي للفريق خلال الفترة اللي فاتت أو اللي جيل الحالي كمان الجزء الثاني هو قصة التعاقد مع اللاعبين بنية الشراء يمكن قصة خالد عبد الفتاح يمكن نادي الأهل بصراحة عجبني جدا في التعاقد مع خالد خالد لعب كويس يمكن أنا خالد بتفرج عليه بشكل كويس خالد باك يمين قوي شوية بدنيا قوي دفاعين يمكن أقوى من الشكل اللجومي كمان وده بيحتاجه النادي الأهل يمكن ده تعويضا لأكرم توفيق أكرم توفيق بالشكل ده يمكن هاني بيقدر شوية يقدم الإضافة اللي بيمانها كريم في حتة الزيادة الهجومية ولكن قصة أنك تلعب به لعيب يمكن قوي بدنيا كمان برضو مش كل اللاعبين ممكن تتحمل ضغطة أو تتحمل أنها تلعب في النادي الأهل أو تلعب في كاس العالم للأندية فأنك كمان تجرب اللعيب لمدة ستة شهور وأنك كمان البند في التعاقد معاه يبقى بعشرة مليون ده شيء كويس جدا للنادي الأهل اللعيب لو نجح هيبقى أنت بتشتريه بسعر كويس جدا أو في المقابل أنت وديت لعيب من عندك عارة سنة ونص ولكن برضو أنت كسبان أنه هو هيشارك بصفة مستمرة كمان قصة حسام حسن أنت برضو مدي له أعرى ستة شهور هتتفرج عليه بشكل محترم جدا وممكن النهاردة ظهر وسجل هدفين قدام طلع الجيش الصفقة الثانية كريستو أنا كمتالي اتكلمت مع ناس كتير جدا في تونس على التكلمة على حسام حسن حسام حسن كويس أن أنت فتحت هذا الأمر وبردو أنتوا حضراتكم عمليين تتكلموا على الدغوطات 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 الفارق ما بين النادي الأهلي واسموحة وجهة نظري في الدغوطات وجهة نقل يعني الواحد اللي عبت في أندية أقل من الأهلي أو أندية جماهرية وجماهرية كبيرة جدا سواء للأهلي الإسماعيلي الأولمبي دي أندية لها لا دي لها جماهرية كبيرة جدا في مصر وفي العالم العربي لكن أيضا لعبت في أندية ما فيهاش جماهير الدغوطات أقل بكتير تلعب براحتك كرة تجيلة كده ممكن تعملها كده تعمل كده تطلع تجيب جون تبقى أنت كأنه حد شايفت يعني بالزبط فبالتالي وجهة نظري الدغوطات 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 من يستطيع أن يتحمل أنا دايما بشوف أن الدغوط اللي في النادي الأهلي وانت معلش 70-80 مليون من 70 لـ 80 مليون أهلاوي بيتفرج عليك تخيل أنت و70-80 مليون أهلاوي بيحللوك كل لعبة مش على المتش يعني كل لعبة وانت تحت الاختبار وانت ليه حطيتها الورا محطتاش لقدام ليه عملت الأوفر كده ما عملتش الأوفر كده وكلهم عندهم حق يعني صح كلهم صح على فكرة ففي النهاية من يستطيع أن يتحمل 70-80 مليون كابتن تفرضوا أنت كابتن كسبان كسبان بالأعراض دي يعني أنت كسبان أنت تطلع العيبة تتخرج عليهم كبان كبان كسبان جدا وأنت في المقابل يعني أنا أكثر واحد سعيد من محمد محمود طلع إعار كان لازم وعمار حمدي كان لازم لا بص العبقرية في التوقيتات خلي بالك عمار حمدي لسه رجع شوف على أهل عشان يخش وياخد وقت محتاج وقت كبير محتاج ده مش كبير ولا حاجة ان شاء الله مطشين تلاتة لأن عمار من نوعية الناس البدانين بيجي بسرعة خلي بالك مع الاتحاد وهو لقى في الاتحاد كذا سنة الكيميا رجبة فيمشي بسام الكيميا رجبة مع اسموحة فيمشي كمان يا كابتن اختار الآن ده اللعيبة كمان راحة للنادي تاني وده أنا بشوف ان هو ده نتاج عمل فده القصة بالنسبة حتى لخالد بالنسبة لكريستو كريستو من العيبة كابتن أنا بتكلم مع ناس كتير جدا في تونس الناس شايفين نوعه مبشر بشكل كبير جدا شايفينه نوعه مستقبل بشكل كبير جدا للنادي الأهلي طبعا بعد انتقله للنجم السحلي يمكن كابتن ابرز حاجة بتميزه كمان هو العيب أشول يعني العيب أشول لعيب كمان في الخط الهجومي كده يقدر يقدم لك الإضافة المهارية بيعرف سجل جول بشكل كويس جدا بدنايا كمان مش ضعيف يعني بدنايا اه برجل من لوبين كمان بس هو بدنايا كمان مش ضعيف بيعرف يلعب كمان بدناغه فده يقول لك انه مستقبل اللي نادر قال اللي نادر قال اللي نادر قال اللي نادر عنده اتنين في مركز المهاجم كمان يعني بنسمع في التقارير هو بيتفاوض مع مهاجم كمان اجنبي فانت هيكون عندك كمان عدد كبير جدا ملعبين في القصة دي فيقدر يفيدك في الفترة جاية كمان في دورة أبطال أفريقيا اللعيب كمان التالت اللي هو مروان عطيه يمكن نكبت ان انا لما تكلمت على ماتش الأهلي والمصري او على مجرات الأهلي الفترة اللي فاتت تكلمت على دور لعبة نص الملعب مع مرسيل كولر وقال دي هو مهم بالنسبة له الزيادة الهجومية دي من أبرز الحاجات اللي بتميز مروان عطيه مروان عطيه مع الاتحاد السكندري دايما كان بيزيد في الخط الهجومي دايما حتى يعني بحكم تغطيتي طبعا لمنتخب مصر فيتوريا أول ما جاء وكان بيتفرج على الدور المصري يمكن من أولي لعبين يختاروا مروان عطيه ممكن الناس ما كانتش تتفرج على مروان عطيه ما كانتش تعرف بشكل كبير جدا مروان عطيه لكن لما جابوا المعسكر ابتدت الناس تبص علي زي محمود حمادة كمان لعب فاركو فالكسة كلها في مروان انه هو لعب صغار في السن يقدر يديك لسنوات يمكن خير مثال او خير بديل لعمر السلية عمر السلية محتاج ان يكون انت عندك لعيب بنفس السيستم فدل على كولر انه هو يشتغل علينا ولو خل سلاحة تسديد ده عند لعيبة وسط الملعب بالنسبة للنادي الاهلي ده هيكون اضافة بشكل كبير قوي يمكن الاهلي كان موفق بشكل كبير جدا في السفاقاته جاب احتياجاته ما جابش لعدد كبير ما راحش للهو يجيب عدد كبير جدا من السفاقات ويجيب 7 أو 8 و 9 سفاقات لان انا بشوف النادي الاهلي مش محتاج 7 أو 8 و 9 سفاقات الاهلي محتاج تدعمات معينة تدعم في مركز زر الأيمن جاب بسبب طبعا اصابتين رباط صليب ان شاء الله ربنا رجاحهم بالسلامة اكرم و كريم كمان وسط الملعب انت محتاج لعيب يكون موجود مع ديانج و عمر السلاي و حمدي لعيب يكون برضو بيقدر يزيد وعنده دوافع بشكل كبير جدا ولعيب انت جايبه وسط ان الاهلي والزمالك عايزين وانت قدرت تفوز بصفقة مهمة بشكل كبير جدا كريستو صفقة شابة وموهبة بشكل كبير جدا وانا بشوف انك كمان جايبه بسعر انا بقولك كريستو من اللعيبة اللي هتثبت نفسها مع النادل الاهلي هتظهر بشكل كويس قوي انا بشوف ان الاهلي موفق جدا في صفقاته وموفق كمان يا كامتين الاسلام في خروج اللعبين المعارين موفق فيها بشكل مميز جدا لان انت هيرجع لك اللعيبة دي كلها نجوم ولعيبة ظهرة بشكل كويس بتختار بقى ما انترى مناسبة لالفتر الجاي عموما بما اننا ايضا بنتكلم عن مباراة بكرة اهم ما يميز مباراة بكرة او الحاجة اللي احنا هننتظرها برضو بكرة هي التحكيم طاقم التحكيم كابتن وليد عبد الرازق في هذه المباراة طاقم تحكيم كويس جدا الحقيقة نتمنى ان هو يقيم العدالة ما بين الفريقين دي اهم حاجة انا الحقيقة افتكرت برضو حاجة دلوقتي او رب اتكلم بما اننا بنتكلم عن التحكيم برضو اخد رأيوكو طاقم التحكيم هم معنا وكابتن وليد عبد الرازق وكابتن سامي هالهل وكابتن عماد العقاد حكام رايا كابتن صابري ابراهيم حكم رابع ثم كابتن عبد الرعيز السيد حكم فار وكابتن هاني خيري حكم فار مساعد بما اننا بنتكلم عن حكام حرجع أسألكو عن تقم التحكيم ده ولكن هو بيرامد زي عنده المطش الجاي مين؟ هل أعرف؟ الزمالك؟ في كاس مصر في كاس مصر هيتطلب حكام أجانب؟ أنا بقول لك الحكم مصر ليه؟ حقه طبعا هو حار الحد اللحظة اللي بيكلم حضرتك فيها دي المعلومة اللي عندي ولا الزمالك طلب ولا بيرامد زي طلب آخر مرة بيرامد زي طلب حكام أجانب كان مباراة الألف الدول دي المعلومة اللي عندي الحد دول مباراة ايه؟ الحكم الأقرب لإدارة المباراة لو مصري محمود البن كمان دي المعلومة اللي عندي لكن اللي عرفوا إن الحد اللحظة دي ما تقدمش أي نادي سواء الزمالك أو بيرامد زي بتاكم تحكم أجراب مفيش فلوس تدفعت لإتحاد الكورة مفيش فاكس وصل لإتحاد الكورة بتطلع لما بيلعبوا الأهل يعني الممكن فلوس دي تطلع لما بيبقى الأهلي في طرف كل الفريق حقه والملفت اللي انتبعين الأهلي بيكسب المرشات دي موظمها كل فريق حقه أنا ما عنديش مشكلة ولكن أنا بتكلم في إيه؟ يعني أنا جات في دماغي كل ده جي في دماغي دلوقتي أنا بتكلم إيه ده جماعة يعني صحيح؟ هو إيه؟ إيه؟ لا عادي لا أقرب البنة لا أقرب البنة لا أقرب مصري يمكن مباراة الآلي وبيرامد زي كان بيرامد زي مقدم من بدري أنه هو عايز حكم أجنبي وقتها كلاتنبرج كان أسهل حاجة من إزواله أنه يجيب صديقه مرتشنياك مرتشنياك صديق كلاتنبرج بقدر يجيبه بشكل كويس ومرتشنياك دلوقتي مميز حكم فوينال كس العالم فده شيء كان كويس جداً نادي العلم حكم أجانب حكم أصريين بيقدر أنه يزر بشكل كويس طالما أنت بتديله حقه في الملح فبيقدر يزر بشكل ممتاز النهاردة بيرامد زي اعترت فممكن يحصل تغيير ممكن بيرامد زي تقدم لتحدي كون أنا بسأل بس يعني ده سؤال والله عابر كده حصل مبارح أنا برضو عايز أقولك البرامد زي مبارح كان يعني زي أن هو يعني أعرب كلا عن غضبه بسبب تعيين الحكم محمد معروف لمبارات في يوتشار والنهار ده كمان عقب المبارات وعقب التعادل واحد واحد وكان شادي طبعاً ترضى على البلاث ساية فخر داي تحس يا كابت أنه يعني بغض النظر عن أي حاجة بس ما متأسف جداً تحس أن الانتقاد ماشي روتا يعني ممكن حكم دلوقتي يعني يتقال أنه هو إحنا عايزينه عدي بالزبط أربع شغور هم هم وتعالى أشوف إيه اللي بيتقال على نفس الحكم ده هتلاقي بقولك أنا مش عايزه خالص وأنا بقول من زمان إن أنا مش عايزه خالص ومين اللي قال لكم جيبوا الحكم اللي إحنا مش عايزينهم خالص للمنشاط اللي إحنا تبص بعدها بربع يعني لو لو النتيجة فس بس أنا أقولك على حاجة في قصة التعينات دي لما نيجي نتكلم عليها بس هو الكسة طيب هو الكسة كلها للفترة اللي فاتت دي بيرامدز يمكن ما كانش عاوز إنه معروف يحكم مباراة في يوتشار بسبب طبعا إنه هو دي تالت مباراة بيرامدز وفيوتشار اللي يحكمها وعقب المباراة على طول وطرد عبدالله سيد فاخر الدائي يمكن معروف كمان عمل غلطة كبيرة جدا وهي وغلطة دي في القانون بتمنع ده إنه هو بعد ما طرد عبدالله السعيد استكمل اللي عبدالله موجود في الملعب لازم عبدالله يخرج فده خطأ على فكرة لو يعني لو بيرامدز طبعا قدم شكوى ده خطأ مهم استند إليه بس أنا عايز أقول لك على حاجة إن كلاتنبرج الفترة اللي فاتت بيعاكم الحكام فعلا يعني هو بيعاكم الحكام فعلا بيجيله تقاريب يمكن كلاتنبرج إيه بيجيله تقاريب بشكل كبير جدا من اللجنة الموجود اللي هي طبعا هو بيرتح أكثر لجنة التعيين لجنة التعيين الحكام فكلاتنبرج بيعاكم وكان آخر للحكام المتعاكمين حكم الرايا في مبارات الزماليك والداخلية لأنه ورد حكم الساحة محمود ناجي وحكم الفور محمد الصباحي في إن كرة يحصل على لغة كبيرة جدا في هدف الداخلية يمكن الحكم ده خد هياخد إيقاف بس طبعا إيقافات الحكام مش بتبقى معلنة بس الإيقافات بتبقى بشكل انت بتشوفه في تعينات الحكام يعني الحنفي تم إيقافه فترة طويلة محمود عشور طبعا إيقافه يمكن كان فيها مشاكل تانية بسبب أنه راح للقايمة الدولية والكلام ده كله كمان البنة توقف في أول الموسم بشكل كبير وما كانش بيحكم لمبارات الزماليك مبارات كبيرة يمكن كمان بريمدر الدين بتاعد لفترة فده بيقولك إن فيه سياسة جوة لجنة الحكام بشكل كويس ولكن محتاجين إيقافات أكتر جوة لجنة الحكام أو معنى أصح معنين كنة تنبرج اللي بيختارهم من اتحاد الكرى المصر طيب بس خلينا نقول إن آخر حد أو بيرامدز آخر حكام أجانب طلبهم كانت أمام النادي الأهلي أكيد صح؟ أرسم ومفروض إن هو بيتنافس ودفع المبلغ ودفع المبلغ لا أتلعب ده أتلعب مارشي هيك أنا بس بفكر الناس كل أسئلة عادية وكل واحد حقه يجيب حكام أجانب يجيب حكام مصريين زي ما هو عايز بس أنا بفكر للناس يعني إن آخر ما تشتحكم بحكام أجانب كان ما بين النادي الأهلي وغالباً آخر غريباً اللي جابت على أهلي أنا غريباً اللي جابت على أهلي هو اللي جابت على أهلي وستمارك ده عفكة ده كان أكتر حاجة بين لجنة الحكام بين تحدي الكرى وكناتن بيرج ومع دي معاف وشوى الهدف بعد الجمالة ومعلى طول أعدم ماركة كناتن بيرج بالمناسبة وإحنا نتكلم كده جماعة معلش لأنه نهارده الحقيقة كان فيه تصريحات غريبة جداً بالنسبة لي هي غريبة ما عرفش رأيكم في هذا الأمر إيه مع كابتن إبراهيم في في الراديو كلم معاه وقال تصريحات عارفت تصريحات يا أحمد لا معنا ما أنت معتاش كلها بس عرفت إن فيه أزمة بسبب المداخلة بسبب اللي اتزعت لغرفة الفار نهو أكلاتن بيرج مش خبير التحكيم المصري بيمر بأسوأ حالاته اليومين دوله الحق التحكيم المصري قبل ما يحصل فيه حاجة وأنه هو عمل اللي عليه تماماً خلال السنتين اللي فاته يعني أنا ما احترام الشديد وانا مش هارجع تاني هو ده أنا مش هفصله يا كابتن عن تصريحات برضو أحد أعضاء اتحاد الكودر المصري يعني حوالي تلت ساعة بيتكلم على إنه إذ ليه الحكم يعني حكم مباراة الزمالك والداخلية ما أرجعش لمين بيدي الحالات لكلاتنبرج أنا بفتفهم ده جداً جداً في الغرف المغلقة يعني بغض النظر عن اقتناعنا من عدمه ببعض القطات صحتها من عدمها ولكن أنا بتفهم أن كلام زي ده يتقال من عدو اتحاد كورة في قدوة مقفولة بالذلط ما تفهمش أبداً أنه يطلع الهواء يعني ما داللي مش فهمه خالص لأني كبير خلي بالك كل ده بيوصل للراجل وما ينفعش أفترض يعني ما ينفعش هنا أفترض حسن النية يعني فيه حاجات يفترض فيها حسن النية عادي دي ما ينفعش يفترض فيها حسن النية وبص ألاقي ده يعني بغض النظر بقولك عن اقتناع أن فيه بعض الحالات ممكن يبقى فيها أخطاء مفيش مشاكل ولكن بس أنت مفروض دورك تتحكير أنا كتنعليج الأخطاء محرص لاجبت الحكام أنا مش بقولك اطلع أقولي اللي حصل ده صح 100% لا أنا بقولك اتكلم في القدرة المغلقة وضمن لي أنا وغيري اه اضمن لي أنا وغيري العدالة من اللي مش فهمه برضو انتقادك لاتنبرج اللي انتقائي يعني فيه ناس السنة اللي فاتت قالك لأن فيه لأن النادي الأهلي ما خدش الدوري ده ناتج إن كلاتنبرج وصل وإن ما فيش حد ما يسك لجنة التحكيم مصري وإيه 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 واستوانة طويلة أنا بقولك اتشرخت السنة دي في أولها في أخطاء تقديرية وبقاش بيتسئل كلاتنبرج رأيه إيه ده بيتسئل هو ليه كلاتنبرج رأيه كده يعني ما يتسئلش هو رأيه إيه زي السنة اللي فاتت لا يتسئلش هو ليه بقى رأيه مع كذا وضد كذا لا طب ما أنت نفس مع نفس الراجل بنفس كل شيء بنفس تشكيل اللجنة اللي انت قلت إن من وجهة نظرك دي هتطبق العدالة أربع شهور العدالة انتفت يعني أربع شهور بالزبط لما الجدول اتغير الأمور انتفت فدي الحاجات اللي بتخلي الواحد يعني بغض النظر عن أي شيء بالنسبة لتصريحات كابتن عصام طب ما تصريحات كابتن عصام ديب برضو لو جيت ما استطلاق كده يعني فرغتها من مضمونها هتبصت حتى تساءل سؤال كبير جدا على العدالة التحكمية آخر ثلاث سنين أو آخر سنتين ونص آخر سنتين آخر ثلاث سنين آخر خمس سنين في الوقت اللي كان كابتن عصام في الوقت اللي كان كابتن عصام فيه مسؤول عن لجنة الحكام بشكل فرد يا أعتبر يعني بشكل فرد هو كان الرجل الأول في لجنة الحكام الأوحد الأوحد في الوقت ده طيب لما انت تقول كده وتطلع تتكلم بعد ما تش انتقاء انت انت ما تكلمتش مثلا بعد ما تش الأهلي وفارقه بنفس الصيغة بتاعت السنة اللي فاتت انت قررت انك تتكلم دلوقتي بغض النظر عا بقولك عن اقتناع من عدمه بصحة الحالات أو ضعو غلط الحالات انت سبت كل الأخطاء وجيب بعد ما تش معين اتكلمت انا ازاي افطرت حسن النية اشمعنا المقش ده اشمعنا المقش ده لسه كان ممكن يطلع اتكلم من النهار ده اه مشكلة كمان ان كابتن عصام السنة اللي فاتت السنة قبلها لحركة اكيد فاكر كان كل مباراة حتى لو هو بيبرر وهو بيبرر الخطأ أو بيتكلم عليه كان بيبرره بشكل خطأ كان بيبرره بشكل كمان يصير أزمة أو يصير مشكلة لاني كان فيه حاجات بتبقى واضحة جدا لكل الناس وكنا بنشوف الرأي بتاعة كابتن عصام مختلف امكان انا السنة دي بشوف مع باركك لتنبرج بشوف الحكم اللي هو الفار بيتكلم مع حكم الساحة بيتكلم معاه في ايه يمكن شوفناه في مباراة الزمالك الداخلية وهو بيقول له يا صباحي الكرة انا ارجع واجي ولا ماجيش انت شايفة ايه مضحكم الفار هو اللي يقول لك القرار مش شرط كل كرة وقف الملعب وارجا طيب كابتن عصام بيقول الحقه انا اقف عند التصريح ده الحق والتحكيم المصري نهار هو التحكيم المصري نهار من ان هو ما يبقاش فيه حكم موجود في كاس العالم من ان هو ما يبقاش فيه حكام جاهزين وحكام جدو دي يتم اضافتهم في كرة المصرية ما يبقاش نفس الحكام موجودين واخر جيل تلع كان في 2013 بكادة البنة وبراهيم نور الدين ما يبقاش ان فيه حكام وحكام بتاخد تعينات وحكام ما بتاخدش تعينات وفيه مشاكل في تعينات كابتن إسلام كبيرة جدا 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 جوا اللجنة في خلال كمان وجود الكابتن أعصاب ما شفناش وجوه جديدة جوا لجنة الحكام اللي هي بتدير بقى لا بتدير الحكام وصحفيا صحفيا كمية الأخبار المغلوطة اللي طلعت 3-4 تيام اللي فاتوا بيقولك إن اللجنة يعني إن الصحفيين القليلين مع احترامي في اللفظ يعني منتهكين اللجنة عادة تقول إيقاف الحكم فلان فلاني بشكل ده اسمي هو ما توقفش طب فين انت من ده طب انت في من إن الرجل دوت بس أنا أقولك أقولك الحاجة القصة اللي فاتت بالنسبة لجنة الحكام كان فيها أزمات خلينا معترفين وكابتن فاروق استقال محمد فاروق ثم رجع تاني عشان يرجع نائب وابو العيلة مش عايز يبقى موجود في القسم الإداري وعاوزه يبقى موجود تاني في التعينات ففي أزمة ودي دور اتحاد الكورة مش دور ماركي كلاتنبرج في الأول وفي الآخر ده رص منظومة وده العمل الاحترافي إن أنا كرئيس لجنة حكام المفروض عندي لجنة دي منطقية من قبل تحادي كورة المصر واخترا ولكن الكابتن عصام التصريحات كلها اللي قالها النهاردة هو ما كانش بيعمل بيها وموجود رئيس لجنة حكام لأنه النهاردة ما قالش حلول التحكيم هو اتكلم في قصة ايه اتكلم في قصة التحكيم المصري منهار التحكيم المصري مفيهش جديد التحكيم المصري ما بجرهش خبير كابتن عصام. طب انا اسألك سؤال ما. يقول اللي انت ترجع كابتن عصام رئيسا للاجلة. انا اسأل سؤال. هو ده الحل. هو ده الحل. لا اختلف. هو اصدو كده. هو اصدو كده. هو اصدو كده. لا بس انا بقولك هو كابتن عصام اصدو. هو شايف كده. لا يعني انا لما تسمع التصريحات دي هتقوله. قريبة جدا يا كابتن. يعني هجوم برضو غير مبرر بصلاح. هو عايزنا احنا نطلع نقوله كده. طب كابتن عصام. وبعدين في الاخر يقولك انا مش راجع لا او انت كل التصريحاتي بتقوله. نعم النداء لكابتن عصام عبد الفتاح. شان ترجع رئيسا للاجلة الحكام. حضر لك حاجة يا كابتن برد. هو دايما بيطلع يقول. انا استقلت بالاجلة الحكام. هو ما استقلتش بالاجلة الحكام. هو كان قد مستقلت والاجلة الحكام. ولكن استقاله اللي هو ايه انت جايب ماركي كلتنبرج فادي استقلتش. لو انت كانت تحكرة بالكرر. ولكن اتحدي الكرة اللي قرر ليه. بسبب التصريحات اللي خرج قالها. لما برضو قرر التصريحات دي في شه كابير تحكيمي. اه. ده انا رجل في فيفا. اه. اه. قال لك انا محاضر في الفيفا. واحكم نقي شامبيونز ليج قبل كده. حاكم مارتين. 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 مارتين لريال. ريال وطريق. اه. قال لك انا رجل. او بس اقول لك رحيجة. هو كلتنبرج عاوز يحط السياسة معانا اتحادي كوره. اتحادي كوره. يمكن الفترة اللي فاتت. او التابيوم. انا بولك عشان ما رحش كاسعال. عشان ما رحش كاسعال. يعني وقتن عسامنا اصابنا ا وهو رح كسر عام 20 guns 내� storm milivares yahum Au reyes لا قصوده ايه عن احنا المفترض احنا الفترة الحالاءة ندم التحكيم وتحكيم محتاج من يعلم لي الله انه محتاج دعم من التحدي curso ! �علىلاك انته قاعد مع الراجل الفترة اللي فاتت الي من اللي فاته انا متفاهم جدا انك تتلم معها السفريات وانا بشوف انته كتير .... ولكن انت درق الاتحاد الكورة انا انت تقول ل الراجل نظم بتاعتي ونظم بنهم تاني حاجه انت اتكلمت معه في التعينات من جديد بعد relationship عشان رجعه فاروه تاني نائب رئيس لجنة. هو الراجل اصلا ما تدخلش في كل الكلام ده وما تدخلش في كل التفاصيل دي. سنان الراجل اتكلم في ايه بقى؟ الراجل اتكلم في القصة مهمة جدا. انا ليه بتهاجم؟ يعني انا ليه دايما في حالة هجوم؟ لا هو قالك شخص واحد اللي بيهاجبني. بالزبط. بس هو كمالي كابتين خلي بالك في نقطة هو عنده شعور من اللي حواليه ان هو غير مرغوب فيه. والقصة دي مدقاه. والقصة دي خلي بالك برضو بيفكر فيها كتير وبيتكلم فيها مع محازم يمام تحديدا. لان هو المسؤول عن الملف بتاع كلاتن بيرج والمتخب الاول. ولكن يا القصة ان اعدامك لزارة تحدي الكورة كانوا عاوزين يعودوا مع كلاتن بيرج. يعني انا انا ما تيجي تكلم حد فيه وقالك احنا برضو حقنا نقعد معاه. هم مش عارفين يعودوا معاه فعايزين يعودوا معاه. وليه في اخطاء في الدوري؟ ليه في اخطاء حكام في الدوري؟ بعدين بيكلموا معاه فحكام بعينهم. يعني ليه الحكام دي مش موجودة. فيه حكام عندهم حقا. لان فيه حكام برا التعينات تماما. ويمكن مظلومين مش من مارك من اللجنة. ودي نقطة مهمة جدا للجنة. هم من ده موضوع انا عايز له حلقة الواحد. لان احنا وقتنا بينتهي للأسف شيدون. لكن اهم حاجة احنا طلعنا بها من هذا الامر ان مباراة بيرامدز والاهلي كانت اخر مباراة لحكام اجانب. هل سيتم طلب حكام اجانب البيرامدز والزمالك؟ ممكن. الايام القادمة سوف تجيب عن هذا الامر. ممكن. يعني حقهم. بس لحد اللحظة المترحة ديك فيها مفيش. الايام القادمة ستجيب عن هذا الامر. خلينا نطلع نشوف فيديو جراف سريع عن مشوار النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. احمد المصري كيف يلعب المصري وطريقة لعب وتشكيله؟ يعني كابتن حسام بيميل اكتر للاربعة ثلاثة ثلاثة بتدخلات شوية في الستة والدامانين ثلاثة نص وثلاثة والثلاثة المهاجمين. بس خلينا نقولني في عناصر اساسية كابتن حسام بيعتمد عليها. انا اعتقد انه هو محمد جد في احراسة المرمى. ايزي ايميكا في عنصر اساسي جدا في مركز رقم ستة. طبعا الياسد الجلاسي وده غموم ومروان حمدي كاستريكر. اعتقد يعني ده دي الاسامي الاساسية. جريندو؟ اه ايه و جريندو طبعا بيتعامل معنا احنا كجناح كلاسيك كده في اربعة اربعة اتنين. واحنا بيحطوا عطار في لعب بي كجناح. ساعات لما كابتن حسام يحب هاجم بيلعبوا باكلفت. هو كابتن حسام. انا احنا نحط لك الاربعة بتو خط النص مسطحين جدا يا كابتن. بحيث الاتنين العلمين والشمال يتلعوا عاملين زي الظاهرين. بالزبط بس محميين تماما. وفي اتنين في خط النص يعني هو مثلا دلوقتي لجع العمر موسى انه بيرجعوا دلوقتي واره في الاربعة. عمر موسى وفريد شاوء اللي كانوا احنا في وقت كبير بيلعبوا ستة ولعبة خط ستة. ولكن كابتن حسام بيعتمد انه انطلاقات جريندو عالمين والياس الجلاصة لما بيشدوا الكرة ودغموه. وقدام مراهان حمدي مراهان حمدي عنصر في غاية الاهمية. اه متميز الفترة. اه مراهان حمدي بتاع الدور المصري ممتاز جدا يعني. لانه لعيب انا بقولك الاسترايكر ده مش موجود منه كتير في مصر. لما بيبقى في اعلى مستوياته. اللي هو بيعرف يهم اللي هو بغض النظر عن بنيته القوية وكونه محطة. وبيعرف يحط الكرة في رجله. ويجري بيع العشرة خمستاشر متر اللي افتقدناهم في مصر. اللي افتقدناهم في مصر من بعد متعب وعمر زكي. احنا افتقدنا اللعاب اللي بتطريد. جيم. بس يا كابتن مصري بكرة يمكن انا مش هكتر على احمد. بس اكتر حكتين ممكن كابتن حسام يلعب عليهم بكرة. هو الاجمات المرتدة على جريندو وعلى دغموم. مع طبعا التمريرات البينية من الياس الجلاصي. وكمان الكرات السبتة. بقدر تقفل على الناس الجلاصي بشكل جيد. هتحسن موضوع عسام. ولكن كابتن الكرات السبتة كمان عند النادر مصري مهمة جدا. وبيقدروا ان هم يستغلوه على بران حمد بشكل كويس. وعلى اسلام ابو سليمة. المدافع كمان اللي بلعب في خط الدار. يمكن اكتر حاجة. ممكن بقى النادر الاهلي يشتغل عليها هو حتة البكين بطوع النادر مصري. سواء السعداوي او المزاين. بيقدروا ان هم يعني ما بيطلعوش بشكل كبير. ولكن حتى دفاعيا ممكن الشحات وعبدالقادر لو هم اللي بدئين. او حتى برونو سافي او افشا يقدروا ان هم يشتغلوا عليهم بشكل كويس جدا. مع الاثنين السردبكين. انت بتقول ان عمر موسى يمكن لعيب وسط ملعب وراجع في خط الدفاع. وده اللي مخلية النادر مصري محتاج ان هو يجيب صفقات في خط الدفاع. فانت تقدر انك تلعب على خط الدفاع بالنادر مصري بشكل كويس جدا. كمان ازي اميكا لعيب كويس ولعيب قوي. ولكن لوحده في وسط الملعب كان في الاول بيبقى جام به فريد شوقي. ولكن دلوقتي هو بيلعب لوحده قدامه لعيب شاب صغير اسمه شداد. ويه كمان طبعا دغموم. ولكن لازم النادر الاهلي يكون مركز جدا جدا على جابه الدغموم. لان اجابها خطيرة جدا. كمان جرندو بيزيد جنب مروان حمدي او بيبقى رقم تسعة مع مروان. مروان بيقدر ان الفترة الفتت احنا شفناه متقلق بشكل كبير جدا. ويمكن هيكون كمان موجود في الفترة جاب مع اسكرات المنتخب. لانه لعيب بيقدر يلعب برجليه بشكل كويس. لعيب بيقدر يلعب بدماغه بشكل كويس جدا. لعيب كمان والكرة يعني بتتحوله او بشكل كبير بقدر تصرف فيه. في حاجز المنتخب هو محتاجه يكساره. بس لك الحاجة هو تم الدفع بيه بشكل خطأ. يعني انت ما تلعب كاسة عرب باساسي بيه في الموضوع صعب. بس هو فعلا مهاجم مروضة. مهاجم جايد جدا. كيروش برضو عنده وجهة نظرة. عموما خلينا نطلع نشوف فيديو جراف عن مشوار النادي المصر ونرجع نكمل. قبلية ولغية مستدامة بالنسبة لي لده تسميم busted لنفس الحجار الخلفية. طلع هذا وقت تحسه به العrodة ولقد رحلiin مهاجم جايدن. المترجم للقناة 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 المترجم للقناة